اليوم إن شاء الله سنبدأ محاضرتنا أو درسنا إن شاء الله على موضوع التحول الرقمي وأثر اتصالات الجيل الخامس فيه الموضوع التحول الرقمي هو موضوع يشغل الآن حيث كثير من الناس خصوصا في الآخر سنتين تقريبا وأغلب الدول أو الشركات أو المؤسسات بدأت في موضوع التحول الرقمي أو الرقمنة الهدف الرقمنة هو استخدام الحاسوب أو الكمبيوتر باللغة الدارجة في جميع نواحي الحياة بدأت بالتخلص من ما يسمى بالأوراق واستخدام الحاسوب بدلا منها فالتطور المذهل في الأجهزة والآلات والأنظمة الذكية وظهور تحول الرقمي سيؤدي لاختصار الوقت وخض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أكثر في العملية الانتجاجية ظهر في الآونة الأخيرة كذلك ما يسمى بالذكاء الصناعي هذا الذكاء الصناعي سساعد على اتساع نطاق التطوير والتغيير وحدث تغييرات تحولات غير مسبوقة في الاقتصاد وسوق العمل إذن ما هو التحول الرقمي؟ التحول الرقمي هو دمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات الأعمال التجارية مما يؤدي إلى تغيير جذري في كيف إدارتك أو إدارة وتقديم قيام للعملاء كذلك التحول الرقمي هو تغيير ثقافي يطلب من المؤسسات تحدي الوضع الراهي المستمرار والتجربة والراحة مع الفشل إذن هو تجربة وراحة هذا أحد التعاريف في التحول الرقمي التعاريف الآخر في التحول الرقمي هو المرونة في القدرة على الاستجابة للعملاء والمنافسين لأن النماذج القديمة أصبحت نماذج تعد بالية قديمة غير متطورة تصوصا في الآوان الأخيرة ومرز هذا الأمر واضحا جليا في موضوع الكورونا والتحول الرقمنة في مجال التعليم الذي كان يشغل الحيز الأكبر مجال التجارة مجال العمليات الحياتية جميعها ما هو التحول الرقمي؟ ما زلنا في التعريف تواجد اليوم مؤسسات في مناطق مختلفة بعد أصعب الأسئلة في التحول الرقمي هو كيفية تجاوز الحدود الأولية من الرؤية إلى التنفيذ إذن يعتقد عديدنا المدراء والمؤسسات أنهم يتخلفون عن أقران في التحول ولكنهم ليسوا كذلك في حقيقة الأمر نحن في وطن العرب الأسف قطعنا مشاوير كبيرة في موضوع التحول الرقمي ولكننا مقارنة مع بعض الدول في مثلا أنتم تعلمون جميعا وجود حيز كبير في الدول في تقدم الدول في الرقمنا في الدول فننظر إلى وضعنا ونقول نحن متأخرون في التحول الرقمي مقارنة مع الدول الأخرى هذا الأمر ليس صحيحا الأمر نسبي فيعتمد هذا الموضوع على موارد الدولة قدرات الدولة ولكن أنا أكاد أجزم أن جميع الدول قد قطعت شوطا مقبولا في التحول الرقمي أنا أتكلم عن وطن العربي الآن بشكل كبير أغلب الدول في وطن العربي قطعت مجالا مختلفة في التحول الرقمي بعض الدول كانت سباقة بعض الدول أخرى الآن تسير على هذا الطريق في التحول الرقمي إذن شعورنا بالخذان أو أننا متأخرون في التحول الرقمي أمر بالنسبة لي مرفوض فأغلبنا الآن يسير على موضوع التحول الرقمي ولكن في درجات مختلفة طيب ما هو تعريف التحول الرقمي؟ التحول الرقمي هو دمج التكنولوجيا الرقمية في مجالة الأعمال ما يؤدي لتغييرات أساسية في كيفية عمل الشركات وكيفية تقديمها للقيمة للعملاء هذا التعريف من وجهة نظر التجارية البحث إذن هذا هو أحد تعريف التعريف الثاني هو تغيير ثقافي وأنا أحب أن أركز هنا عن موضوع التغيير الثقافي التغيير الثقافي يطلب من المؤسسات تحدي الوضع الراهن باستمرار والتجرب في كثير من الأحياء والراحة مع الفشل يعني الابتعاد على العمليات تجارية طويلة الأمد التي بنيت عليها الشركات الإخوة الذين عملوا في الحقل التجاري يعلمون جيدا أنه من أجل عمليات تخليص الجمهوركي سابقا فأنت بحاجة إلى بولست الشحن أوراق الشحن الفاتورة التجارية سابقا كانت تأخذ وقتا طويلة في عمليات الشحن البحري ولكن الآن ممكن أن ترسل هذه الأوراق في النحف الشحن الجوي وبسرعة كبيرة فالآن التحول الرقمي أدى لسرعة في عمليات التجارة خاصة تجارة الدولية تطور في عملية تجارة الدولية الآن عندنا شحن الجو السريع فهذا أدى إلى سرعة في موضوع عمليات تجارية إذن هو تغير في ثقافة الدولة إذا ذهبت الآن إلى الصين تجد أنهم بشكل جيد يعتمدون على ما يسمى بالQR كل شيء عندهم QR حتى المقابر QR تذهب إلى المقبر تجد عليه QR تأخذ وتقرأ سيرة المتوفى فإذن هو حتى رقمنا حتى في مجال أعزكم الله المقابر إذن هو تغيير في ثقافة الدولة في تفكير الدولة في نورة الدولة في أفراد الدولة الذي يدفعنا إلى التغيير أو التحول إلى التحول الرقمي التحول الرقمي كذلك تعريف جديد والتغيير الثقافي والتنظيمي كذلك إذن دخل الآن ندينا موضوع التنظيم والتشغيل مؤسسة أو صناعة فضل بعتزع المقاطعة بس سؤال حضرتك عم تقلب من السلايدات ما لأنه ظاهر بس أول سلايد ثواني أنا إذا هلأ ثابت بس بأول سلايد آه أوكي ثواني أختي في جائحة الكورونا من المجال الكورونات من المجال الطب أولاين إذن لذها لدينا ما يسمى طب عن بعد هذا دعانا إلى ما يسمى بتغيير تنظيم الشركة أو المؤسسة حتى تتوى من التحول الرقمي إذن هذا هو يسمى التنظيمي والتشغيل مؤسسة أو صناعة أو نظام بيئي حتى البيئة الآن من نقابي تنصيب الويندوز 11 الحادي عشر يجد عندهم شيء يسمى انخفاض انبعاث الكربون يعني حتى الآن بدأ هذا الأمر رجليا واضحا في تحول الشركات حتى مضمان حاسب يفتح حاسبك تجد عندك تغيير في إعدادة الطاقة تجد عندك لديك موضوع انخفاض انبعاث الكربون من خلال إغلاق الشاشة الحاسب من إغلاق من خلال التحول إلى تخبيط استخدام الحاسب في حال عدم استخدامه إذن بدأنا ما يسمى البيئة الخضراء أو الـ Green Environment إذن بدأنا نخفاض انبعاث الكربون كذلك عندك العمليات والكفاءات الرقمية كثيرا ما تم مناقشته في الوضع الحالي أن العديد أو الكثير من المجال الأعمال سيتم أو يندثر لاحقا الآن التحول الحالي غير مجال الدراسات الأكاديمية أو الجامعية هو مجالات المتعلقة بالأمن المعلوماتي مجالات العمل الكتروني التحول الرقمي هذه المهلة تكون مسيطرة على الوضع في العشر سنين القادم المهلة القديمة التي كثير من الناس تهتم بها ستندثر وسيبقى التركيز عن موضوع التحول الرقمي الذكاء الصناعي الروبوتات معالجة الروبوتات سيانة الروبوتات ذكاء الروبوتات هذا هو الذي سيطهي سيطرة على العشر سنوات القادمة وهذا ما يدفعنا جميعا إلى تغيير تفكير أولادنا ونورد تفكير أولادنا خلال دراستهم الجامعية ومعرفة ما هي الأنماط العمل التي ستكون مسيطرة في الأسنوات القادمة حتى يدخلوا إلى سوق العمل هل انتهينا من التعريف؟ لا التعريف الأشمل هو التحول العميق الأنشطة والعمليات والكفاءات والنماذج التجارية لاحظوا معي والتنظيمية لاستفادة الكاملة من التغييرات والفرص لمزيج من التقنيات الرقمية وتأثيرها المتسارع عبر المجتمع بطريقة استراتيجية وذات أولوية ما أخذ التحولات الحالية والمستقبلية في عين اعتبار تعريف كبير أدري ذلك ولكن لاحظ أن عندك أول شيء هو استفادة من التغييرات والفرص جميعنا في هذه الحياة قد يجد فرصة في يقتنمها في أخذها يذلك في التحول الرقمي معرفتك التحولات الرقمية والتقنيات الرقمية الحديثة المتغيرة باستمرار يومياً هناك تقنيات جديدة لعلكم سمعتم عن شات الجي بي تي الجي تي الذي ظهر حديثاً أو هناك محرك بحث جديد يدعى اليو دوت كوم هذا المحرك البحث الجديد ظهر وأعتقد أنه سينافس جوجل بقوة يعتمد على الذكاء الصناعي لاحظوا معي أن جميع التقنية الحديثة الآن تعتمد على الذكاء الصناعي سابقاً لما كنت تحتاج إلى ملخص كنت يضطر أن تكتبه بيدك الآن هناك العيد من المواقع التي تقوم بعملية ملخص لك لقطعة كبيرة سواءً باللغة العربية حتى اللغة العربية التي تعدني أصعب اللغات في الحاسب ويعطيك نتيجتها خلال ثواني ممكن أن تكتب موضوع كامل خلال ثواني مجرد أن تذكر الفكرة ويكملها عنك ممكن أن تذكر فقط أنا أريد كوت كذا فيكتبه لك إذن هذا التحول الرقمي فإذن المطلوب منك في التحول الرقمي هو دراسة التقنيات الرقمية مع أخذ التحولات الحالية والمستقبلية في عين الاعتبار إنسان ماضي كل يوم هناك جديد هذا يدفعنا فعلياً إلى تعلم شيء جير كل يوم سابقاً أنتم تعلمون ذلك العلم لم يكن متاحاً بهذه السهولة اليوم يكفي أن تفتح الإنترنت تجد آلاف مصادر التعليم يكفي أن تجد هناك العديد من قرص العلم إن كانت لغتك اللغة الإنجليزية جيدة افتح يوديمي تجد هناك كثيراً من الدورات المتاحة لك باللغة العربية أو بالإنجليزية يوتيوب كذلك العديد من الشركات والجامعات والمؤسسات تطيح لك الدورات من الألف إلى الزد من الألف إلى الياء بشكل جيد مجان فقط تعلم العيد من الناس الآن يعتمدون على ما يسمى العمل عن بعد هذا العمل عن بعد يدردهم دخلاً كبيراً يساعدهم الآن في هذه المرحلة الحالية إذن هذا جزء من موضوع التحول الرقم هو أنشطة وعمليات وكفاءات أنت مطلوبك أن تكون كفاءة استخدام التقنيات حتى وفي شكل أولوي لأن ما ستتعلمه اليوم سيصير قديماً بارياً غداً أنت بحاجة للتركيز على موضوع التعلم السريع التعاومة من بطيلة مئة المتاحة الآن كل يوم هناك شيء جديد وإن لم تتعلمه سيصبح هذا علمك قديم بالنسبة لغيرك وسيأخذ غيرك مكانك ما هي الأسباب التي يدعو مؤسستك للتحول الرقمي؟ هذا سؤال كبير لماذا أنا أتحول الرقمي؟ لنرى الأسباب تحسين العمليات وتقليل تعقيد تكنولوجيا المعلومات غالباً ما تخضع الشركات لعملية التحول الرقمي لماذا؟ لتحسين العمليات الرئيسية في أعمالها فهناك ما يسمى بعملية إعادة النظام الأساسي أو إعادة هيكلة الشركة الشركات التي كانت تخضع الأوراق أوراق القديمة والدورة القديمة والبيروقراطية الورقية تقوم بعملية إعادة هذا الموضوع واستخدام التكنولوجيا المعلومات لاستخدام الأوقات العيب من الشركات الآن أو المطارات تقيس فترة بقاء الزبون استخدام هذه الكلمة أو المسافر من دخوله إلى خروجه يحضرني الآن أن توقع مطار دبي قاصة فترة دخول المسافر إلى خروجه فوجدها تقريباً من تخني الذاكرة ثمان إلى عشر ثواني يعني الموضوع الآن يقاص بالثواني خاصة في مطارات التي تشتد ازدحاماً كبيراً إذن يعد الانتقال إلى مؤسسة مكّن رقمياً مشروعاً مهماً وغالب ما يكون صعباً في البداية خاصة في دولنا العالم الثالث هذا الموضوع أمر ليس بالسهولة أنا أعلم أنتم تعلمون أننا في دولنا نعاني من عجد من المشاكل فهذا الموضوع خصوصاً في مشاكل البنية التحتية مشاكل الكهرباء مشاكل الإنترنت ولكن هذا الموضوع بالتدريج يحطي لنا إمكانيات جيدة وإمكانيات غير المحدودة ويقلل من تعقيد تكنولوجيا المعلومات لاحظوا تعقيد تقليل التعقيد سنمر على شيء يسموه مزيج سباكيتي فانتظروا هذا التعريف لاحقاً العيب أنظر التكنولوجيا المعلومات تستخدم الشركات هي تلك التي تقدمها منذ زمان وقت طويل هذا هو التعريف ما يسمى عليه فوضى سباكيتي ما هي فوضى سباكيتي؟ الآن إذا فتحت حاسبك ستجد أن جوجل تقدم لك خدمات جوجل دوكومنت جوجل فوتو جوجل ميتينج جوجل سيرش والعديد من الأشياء التي دعمها جوجل إذن حتى مايكروسوفت الآن تقدم لك مايكروسوفت ميتينج مايكروسوفت أوتلوك مايكروسوفت أوفيس كلها تخضع لميكروسوفت كلها مترابطة إذن نحن لم نعد بحاجة إلى عديدنا البرامج نحن الآن بحاجة إلى برنامج واحد من مؤسسة واحدة تعمل بشكل متكامل تحل لنا هذه المشكلة حتى نتجنب مايسمى بفوضى سباكيتي فوضى سباكيتي مقصود بها هنا أنني أنا بحاجة إلى برنامج من الشركة واحد وبرنامج آخر من الشركة الثنين وبرنامج ثلاثة الشركة ثلاثة وقد تعمل بتناغم أو لا تعمل بتناغم فالآن نحن نتحول إلى مايسمى شركة واحدة تقدم كل هذه الخدمات هذه الخدمات مترابطة تعمل بشكل جيد بدون تأخير إذن أتجنب مايسمى سباكيتي ميس ولأغلب الشركات تقوم بإجراء كل عمليات من خلال موقع واحد أو مكان واحد مثال على ذلك الحكومة الإلكترونية موقع واحد تجد عليه كل الخدمات التي تحتاجها كل الخدمات الخدمات المتاحة مثلا لحصول التقارير افتع عليه مثلا إلى التأمينات افتع على العمل افتع على الصحة تجده كلها في موقع واحد في مكان واحد وهذا الموضوع الآن هو ما يشغل أقل لعيدنا الدول هناك درجات مختلفة في موضوع التحول الرقمي فجال الحكومات الإلكترونية بعض الدول قد أنجزها تماما وبعض الدول الآن ما زالت تعمل في هذا المجال مجال التحول الرقمي مجال التحول الرقمي وما يسمى بتحول الحكومة الإلكترونية يمكن الشركة تقليل مخاطرها التشغيلية من خلال تزويد نفسها بمنصة تقنية حديثة أي شركة ولكن أنا أتكلم عن الشركات المتوسطة والخفضة أنا أتكلم عن موضوع تقديم هذه منصة قيم وضافة لعمل التحول الرقمي واستخدام الشركات الأكبر هذا يدفعنا للسؤال هل أنا بحاجة إلى هل أنا بحاجة هل الصوت واضح يا سمحتم واضح تكتور هل أنا بحاجة إلى استخدام الشركات الكبرى أم استخدام شركات صغرى في التحول الرقمي هذا يختلف اختلاف شركتك اختلاف شركتك أو شركتك بكبر الشركة بحجم الشركة بأداء الشركة الاقتصاد الرقمي هذا أحد الأسباب للتحول الرقمي الاقتصاد الرقمي لاحظوا معي يشمل عهيدنا الأشياء الآن أغلبنا لم يكن جميعنا يخزن ملفاته على ملفاته على الويندرايف أو الجوجل درايف العيد مننا هذا بالنسبة لملفاتنا الشخصية فما بالك بالنسبة للشركات الكبرى التي تبدأ في استخدام السحابة لاحظوا معي الخدمات التي تقدموا الاقتصاد الرقمي خدمات البريد الإكتروني التجارة الإكترونية البورصة المستشفيات الدفع عن طريق مثلا عن طريق عن بعد الشحن الإلكتروني أنا أقرأ مثلا معاكم من الأشياء الأخرى أني نكبر الشاشة قليلة أعدادات الواي فاي المتاح الترك الشحن الترانسفير النقل الكاش الدفع الإلكتروني التوزع أو تنوع مكان مصادر الاقتصاد المالي الشجرة المالية كمثال على ذلك هو البيتكوين أو العمرات الرقمية المشفرة كاشفوه دفق المالي البايمنت الدفع الدفع الإكتروني وطرق الدفع الإكتروني إذن هذه كلها تعتمد معنا على صادر رقمي أكبر مثال ظهر في الفترات الماضية والعملات الرقمية والعملات المشفرة والبيتكوين والسلاسل الرقمية كان الثور ونأزم أن العديد من الناس قد حلفهم الحظ وتحولوا من حالة الفقر إلى الثراء والعكس صحيح كذلك في الاقتصاد الرقمي في البيع الإلكتروني الآن يكفي أن تحمل جوالك وتذهب وتشتري وتبيع عن طريق الجوال عن طريق الـ NFC يكفي ذلك ممكن أن تشتري أو تبيع أي شيء من العالم باستخدام جوالك يصل غرضك إلى بيتك إذن أنت في حالة الآن تحول رقمي لم تعد بحاجة تحمل أي كرت في جيبك أو أي ورقة أو أي مال كله في جوالك متاح ومجرد أن تفقده وممكن أن تصل في البنك أو مقدم الخدمة حتى توقف الخدمة القديمة تحصل على خدمة جديدة إذن هذا اقتصاد رقمي تحول تدريجين استخدام الهاتف مكان الورق أو البطاقات حتى أن هناك بعض الدول لغت تماماً للعملات الورقية متاحة باليد كله رقمي كرت هذا أبسط مثال فيها لم يعد هناك كاش باليد تم إلغاء هذه العملة الكاش وتحولنا تدريجياً العملات الرقمية حتى يحضرني الآن إذن ما كنا نفطي عن السلفادور بدأت في استخدام البيتكوين في عملة معتمدة عندها حتى الآن في الحكومة التركية هنا بدأوا باستخدام الليرة التركية الرقمية توقع أنها صدرت اليوم أو أمس وبدأنا في وضوع التجريفية الليرة التركية الرقمية والكثير من الدول الآن بدأت في وضوع التحول الرقمي في مجال الاقتصاد الرقمي إذن الاقتصاد الرقمي يعتمد على كما اتتفقنا سابقاً على موضوع استخدام الهاتف هذا يدفعنا إلى شبكات الجيل الرابع وشبكات الجيل الخامس فالدول التي تعاني من بطء في الاتصالات في الشبكات الخليوي سيكون هذا الموضوع عائقاً كبيراً موضوع التحول الرقم في الاقتصاد الرقمي فأنت في استخدامك للحاسب في الجوال أنت بحاجة إلى شبكات سريعة تخدمك أي عملية تتم إيقافها لبطء الشبكة قد تكون معلقة ولا تتم معك بشكل جيد خاصة في موضوع الشراء الإلكتروي وأنتم تعلمون ذلك إذن ساعدنا على ذلك شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس وأبشركم الجيل السادس قريباً إذن نحن الآن في تطور سريع في مجال الشبكات الخليوية أعتماد الواسع النطاق على مجال حوسبة بناء السحابة أو ما يسمى بالإنجليش الكلاود أو الأعمال التجارية القائمة على الإنترنت أبسطها الأمازون أو الجوجل أو مايكروسوفت أو غيره أمازون إن كنت تفتحها نحن نعتقد أن أمازون فقط هو موقع الأمازون الذي نشتري منه سواء أمازون التركي أمازون الأمريكي أو غيره ولكن أمازون قدم لدينا العديد الخدمات التي تساعد في وضوع التحول الرقام جوجل كذلك تكلمنا عن جوجل مايكروسوفت كذلك وغيرها الكثير حتى الآن مدأنا في وضوع الميتافيرس لاحظوا أن فيسبوك غيرت اسمها من فيسبوك والاسم الشهير لها إلى الميتا إذن تحولنا إلى البعد الثالث إلى الميتافيرس والعالم الإفتراضي الجديد والعمل في العالم الإفتراضي الجديد والتعني في العالم الإفتراضي الجديد حتى الألعاب الآن تتم في العالم الإفتراضي الجديد سواء أحببت أو رفضت ذلك الأمر ولكن هذا الأمر موجود إن رفضناه أحببناه الآن حاليا ولكن الأجيال الورانا أو الأجيال التي خلفنا ماضيتهم في هذا المجال فالآن الميتافيرس قد نشكك فيه نقول لا أحب العالم الأفتراضي ولكنه الآن ماضل العملات الرقمية ماضية أنت اشتري بيتا فوق بيتك في الميتافيرس متاح ادخل على الميتافيرس اشتري بيتا فوق بيتك هل هذا الأمر حقيقي وهمي رفضته وقبلته ولكنه موجود أنت مع نظرية المؤامرة أنت ضد نظرية المؤامرة ولكنه متاح إذن إذن اعتباد الواسع النطاق على الحوسبة في بناء السحابة والعمال التجارية القامل الانترنت دعتنا كذلك إلى موضوع التحول الرقم نحن نناقش الأسباب من وجهة نظر اقتصاد الرقم تدقيق المستقبل أو الفيوتشر بروف تدقيق المستقبل هو عملية توقع المستقبل وتطوير أساليب تقريب آثار الصدمات والضغوط الناتج عن أحداث المستقبلية بادئة دي بدو كل عام وأنتم بخيب ونسبت هذا العام الجديد الفين وثلاثة وعشرين كلنا عند نبدأ العام نتوقع إن شاء الله الشيء الجيد ولكننا والله ننظي فيه وقل أيدينا على قلوبنا هذا هو جزء من تدقيق المستقبل فأنت في كل يوم معرض لصدمة جديدة أو ضغط ناتج عن أحداث جديد يعني نحن خرجنا من أحداث الكورونا وواجهنا التضخم ضخم كان كبيرا جدا في مجال الحياة في كل الدولة تقريبا يختلف من دولة لدولة ولكن التضخم كان كبيرا جدا إذن كيف ستكون توقعك للمستقبل؟ تعاملك مع المستقبل؟ تطوير أساليب تقريب آثار الصدمات في المستقبل وجزء من تحول الرقم؟ مثل عندك التدقيق في صناعات الإلكترونيات الصناعات الطبية والتصميم الصناعي والتغيير المناخي الآن لاحظوا حتى في مجال الإلكترونيات كنا نتكلم سابقا عن حاسب أن يأخذ أخيز غرفة الآن حاسبك المحمول قدر يدك الصناعات الطبية جميعها طبعا بعد تصميم الصناعي والعملات الصناعية والتحول إلى ما يسمى الآن بالإندستري فور الثورة الصناعية الجديدة واستخدام الروبوتات في الحياة إذن اليوم أنا قرأته خبرا وأظن بعضكم قد قرأه أن الآن أمازون تخطط لتسريح تقريبا 8% من عمالها يقارب بحوالي 8000 أو 18000 عام لم أكن دقيقا في الرقم هذا من خطة لتقليل العدل التقليل التكاليف إذن هو جزء من صدمة على الموظفين أو العامل الذي يكون يعمل في هذه الشركة لماذا جزء منه أحلال الروبوتات ربوتات تعمل بدون تكلفة تكلفة تشغيلية بداية ثم تعمل مكان المستخدم إذن جزء منها هو تحول رقمي ولكن هذا بالنسبة للمستخدم وتحول رقمي سلبي أدرك ذلك ولكنه جزء من التحول الشركات تريد الربح فجزء منها هو تسريح الموظفين وإحلال الروبوتات أو العمل المؤتمة كاملا محل هذا العمل إذن في التطقيق المستقبل أنت بحاجة كل يوم إلى توقع توقع التطور في عمليات ومواجهة الضغوط في هذه العمليات العام لكم تتذكرون جيدا شركة نوكيا كانت في العام 2010 من أوائل الشركات في العالم الآن نوكيا وإن عادت للسوق بشكل خجل ولكنها ما زالت في المؤخرة لماذا؟ نوكيا رفض أن تطور نظام تشغيلها سيمبيان أذن ذاك فظهرت شركة جوكل وظهرت جوازات ما تود على شركة جوكل ونافستها فأزاحتها في ثواني شركة كوداك لعلكم تتذكرونها جيدا مجال التصوير أين هي الآن ذهبت والكثير الكثير الكثير من الشركات التي ذهبت من يذكر شات بلاك بيري كان موجودا ومتاحا في 2008 كان يشغل حيزة كبيرة أين الآن بلاك بيري؟ انقرضت إذن من لا يتوقع تتقيق المستقبل خاص في مجال الشركات الصناعية الطبية والتكنولوجية سيزاح بسهولة للمنافسة كبيرة في سوق العمل والعولمة غزت في كل مجال واصبح كل شيء متاح إذن هذا ما يدعوك كما يسمى إلى تتقيق المستقبل والتطور في مجال المستقبل يحرص المديرون التنفيذيون على ضمان أن أي تحولات رقمية يتم إجراؤها الآن ستصمد أمام اختبار الزمن لاحظ معي في مستقبلي المنظور في مستقبل المنظور أنت كمعاً عشر سنوات فقط ليس أكثر من ذلك بعد عشر سنوات هل تكون هذه التكنولوجيا متاحة أو غير متاحة؟ لا أحد يدرك ذلك لا أحد يعلم ذلك فعلياً نحن كل يوم عندنا تغييرات يعني سابقاً كنا نتكلم عن تغييرات مثلاً في العشر سنوات في العشرين سنة في الثلاثين سنة أنت اليوم كل يوم كل يوم لديك شيء تغيير لديك شيء تطويري يعني حتى أنت المرامج التي تستخدمها كلها تغيرت بشكل أو بآخر ولكنها تغيرت إذن يجب عليك القيام بمواءمة عملك مع مزود تكنولوجيا قائم عن نظام الأساسي ومبتكر وجده بالثقة حتى تطور عاملك أنا أتكلم الآن عن عشر سنوات بعد العشر سنوات يجب أن يكون لديك تدقيق لمستقبل جديد وتغيير في خلط عملك بشكل جديد لأن كل يوم لدينا شيء جديد من كان يدرك في بداية 2018 أننا سنتحول للتعليم الرقمي هذا الأمر مجرد ذكره كان شيء من القراثة أو أغلب وزراء التعليم العالي كانوا يرفضون هذا التعليم العالي أو التربية كانوا يرفضون هذا التعليم الآن العديد من الدول اعترفت به أنا أتوقع أغلب الدول حتى اعترفت مخراجاته والعيب من الجامعات والمدارس الآن بدأت في استخدامه بشكل رسمي ومعتمد هذا أن كان مرفوضا سابقا في مجال التعليم إذن هو جزء من التحول الرقمي فرض على الكل بشكل انفجائي واعتمد وما زال من كان يتوقع أن يصافح الرؤساء بعضهم بواسط الكوع أو يتم إجراء المقابلات عن طريق برنامج زوم لا أحد الآن تتم بعض المقابلات الرسمية على مستوى الرؤساء الدول استخدام الزوم إذن هو تحول رقمي هذا في العشر سنوات بعد عشر سنوات ماذا سيحدث؟ ندري ستكلم على عشر سنوات فقط بعد عشر سنوات هناك تحول جديد تغيير ثقافة الشركة مهما كانت شركة تكون تطورة فيجب أن يتم نديك موضوع التحول الرقمي بدأ من التدريجيا بالتخلص من الأوراق واستخدام الوسائل التقنية المتاحة إذن ستم طرح ما يسمى بثقافة اختراع ثقافة القسم أو عادة القسم بشكل رقمي التخلص من الأوراق التخلص من كه الأوراق الآن الأوراق تكلف كثيرا الآن كثير من الدول بدأت تخلص فعليا من الأوراق هو العمل تدريجيا أو جزئيا أو كليا باستخدام الحاسوب الرقمنا بعد أن تم عملية الأرشف الإلكترونية والأرشف الرقمية التدريجيا الآن فعليا بالعان مجال الرقم إذن تغيير ثقافة الشركة وما يخضرني في تغيير ثقافة الشركة هنا هو سن القوانين أو وضع القوانين لعل ما يخضر في بالي وبالك أن تغيير ثقافة الشركة هو أنه مجرد أن نشتريها حاسبا أو سكنرا أو طابعة أو نشتري برنامجا لا ما يهمني في بداية العمل هو تغيير ثقافة تغيير ثقافة الشركة هو سن القوانين لأنك أخذت ورقة من دولتك من أي مكان إخراج قيت ماريا فليكن كان عليه طابع وهذا الطابع يجب أن يلسق ويختم ويوقع عليه الآن يكفي أن تطبع ورقة من حاسبك من الحركومة الإلكترونية عليها بار كود هذا البار كود يمكن تأكد منه من أي مكان دولتك إذن لم نعد بحاجة لاستخدام الطابع إذن حتى يتم تحول من الطابع الورق الذي يجب عليك لسقه وختمه والتوقيع عليها أو إتلافه تذكرون ذلك يجب عليك أن تحول إلى وضع القوانين إذن بداية التحول الرقم من وضع القوانين من دولتك هل هذه الورق التي ستصدر بدون طابع معتمدة رسمية كيف يمكن تأكد من صحتها إذن هذا هو جسم التحول الرقمي وضع القوانين حتى يتم الأوراق التي تصدر بدون طوابع فرضا معتمدة صحيحة وكيف يمكن تأكد من صحتها هذا البار كود يمكن أقرأه وتأكد من صحته إذن هذا هو جسم التغيير ثقافة الشركة حتى ثقافة الدولة ككل بعض مزايا ثقافة الشركة القوية هي المعنويات العالية للموظفين احتفاظ بالمواهب القيادة والإدارة القوية تحسين أداء المال لهذه الشركة تغيير في نهج إدارة المشروعات لإصدار المنتجات أو تطول البرامج ثم تطبيق إدارة رشيقة إدارة رشيقة المقصود بها هو التغيير ولست في الإدارة ولكنني قارئ إن شاء الله جيد فيها هو تغيير في هيكلية الإدارة ما تواءم التحول الرقمي يعني أنت لست بحاجة إلى أخذ وقت طويل في عملية الإدارة والتحول الإداري والآخري هذا الموضوع يعتمد على التغيير السريع في موضوع الإدارة حتى يتحول الشركة إلى شركة قوية احتفاظ بالمواهب لاحظوا أغلب الشركات الكبرى في العالم مجرد حصولها على أحد المواهب تحتفظ به كورة القدم مثال لدينا آن حي لاحظوا عندما يجدون موهبة يتبنونها ويمنوع تنميتها واحتفاظ بها لأننا ستطر عليهم ربحا في الأيام القادمة نفس الشيء هنا الشيء الآخر في التحول الرقمي في الثقافة الشركات القوية هو قيادة وإدارة قوية أنت بحاجة إلى إدارة قوية خاصة مجال الشركات القوية حتى تقلع شركتكم بشكل جيد وتعمل على تحسين الأداء المالي لهذه الشركات خصوصاً مع ما حدثت حديثاً في موضوع شبكات الجائحة الكورونا وعيد من الشركات أغلقت بسبب ضع أداءها المالي ضعف المداخيل ضعف تطبيق لدارة رشيقة هم ثابتون على المنهاج القديم ولكنك الآن في وضع استثنائي نطلب منك تغيير حتى توعب عملك لا أنا لا أحب التغيير إذن أنت خارج العمل نافسة أداءك ما ينخفض إذن الشركات القوية لعلي أخرت قصداً المعنويات العالية للموظفين تعتمد على معنويات عالية للموظفين لأن الموظف هو الأساس فيها للأسف بعض الشركات لدينا تعتبر الموظف آخر عنصر فيها ولكن في الشركات القوية الموظف هو الأساس والحجر الأساس لأنك أنت تعمل آن رقمياً ويراء الحاسب فأنت بحاجة إلى موظف جيد موهوب قادر على القيادة الرقمية حتى ينتج ذلك شركة كبيرة الرقمية قادر على منافسة في سوق الأعمال الرقمي إذن أنا بحاجة إلى معنويات عالية للموظفين توائكب هذه التغييرات في الشركات القوية اعتماد التقنيات الجديدة أن تثور ثورة كبيرة في الصناعة اسمها The Industry 4 أو الثورة الصناعية الرابعة الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة تعتمد على تحول الرقمي الكامل استخدام الإنترنت استخدام وصائل التواصل الاجتماعي التكنولوجيا استخدام الروبوتات بشكل كبير الذكاء الصناعي البيك ديتا أو الرقميات الكبيرة التحليل إذن تدريجياً إحنا أزحنا الصناعة العادية وانتقلنا إلى الثورة الصناعية الرابعة بشقها السريع بتطويرها السريع لم نعد بحاجة إلى وطف العمية التحول نحن بحاجة إلى تطوير سريع تفضلوا في عمية تحول الرقم طيب اعتماد التقنيات الجديدة كالذكاء الصناعي التعلم الآلي البلوكتشين الروبوتات وما يسمى الآن بإنترنت الأشياء أو الإنترنت of things إنترنت الأشياء كفكرة سريعة لمن لا يعلمها هو استخدام الإنترنت مع الأشياء يعني أنت في برادك كمثال تضع حساساً كاميرا صغيرة تراقب المخازين في برادك كالخضروات كالفواكي كالآخر وعندما ينقص مستوى هذه المخزون بشكل آلي بدون تدخلك تتصيب البائع رقمياً وتدفع رقمياً وتأتي البضاعة إلى عندك رقمياً هذا مثال على الإنترنت الأشياء سيتحول منزلك بعد فترة في التحول الرقم الجديد أن كل شيء مربوط بالإنترنت هذا مخيف؟ أدرك أن هذا مخيف هذا يدمر خصوصياتك بشكل أو بآخر نعم يعني كاميرات المراقبة الصوتيات الستائر المنزلية كلها مربوطة بالإنترنت هذا يفتح باب عمل جيد في التحول الرقمي ولكنه أيضاً مخيف في موضوع الهجوات الرقمية والهاكرز وخصوصية انتهاك رقصوصية إذن هذا الموضوع هو الآن موضوع يعني بشكل جيد في التحول الرقمي لن يظهر الآن لأننا أغلبنا رافضين أو متأخري في موضوع التحول الرقمي ولكن انتظر 10 إلى 20 سنة وتكلم عن ذلك أنا أسألكم جميعاً إن كان لديك ولد أو بنت طفل صغير في الرابع أو الخامسة من عمره أريه هاتفك القديم الذي كنا نحن جميعاً نستخدمه قبل 10 سنة أو 15 سنة سيسألون ما هذا الاختراع الغريب يا أبي أين الواتس أب هل هذا الاختراع يتكلم في فيديو طبعاً أنت من 10 سنوات إلى الآن هذا الاختراع تم يعني نعلم جميعاً الواتس أب بدأت تقريباً 2010 وتطور الآن ولكن هل هذا الاختراع الذي كان يسمى هاتف بالنسبة له هو اختراع قديم بالي أريد تلفازك القديم سيضحك عليك ما هذا يعني بهذا التلفاز المتخلل حتى لو كان تلفازاً ذكياً ولكن أين اليوتيوب على هذا التلفاز أين الزوم أين الألعاب على هذا التلفاز إذن نحن نتكلم عن 10 سنوات فقط يا جماعة ولكن تخيل هذا الموضوع بعد 10 سنوات أخرى ولكن نتكلم عليه الآن سيكون بعد 10 سنوات أشياء قديمة بالية إذا هذا يدفعنا فعلياً إلى تفكير جيداً في الجيل الجديد وتعليم الجيل الجديد هذه التقنيات إذن لنرى تطوير الشركات أو استخدام التكنولوجيا هذا من حول استخدام التكنولوجيا من حانة جداً مهم لاحظ معي في الجزء البرتقالي هذا هناك ما يسمى البيونير أو المتطويرين يعني اليوم تم طرح هاتف الذي يكون آيفون 14 هناك نسبة تقدر بحوالي 33% ستشتري فوراً في أي تكنولوجيا هناك ناس متقدمة مجرد نزول هذه التكنولوجيا ستبدأ بتطبيقها الجزء الثاني هم الفولوورز أو اللاحقين وهم في الأغلبية يعني نحو ما يأخذ الأغلبية سيستخدم هذه التكنولوجيا بشكل متأخر ليرى هل مثلاً غير استخدمها ما هي ميزاتها ما هي فوائدها بعد فترة ستنخفض تكلفتها فهذا التنخفض التكلفة سيتبعه مثلاً الخفاض في العمل سيظهر جيل جديد مثلاً الآن سنتكلم على آيفون 14 فبعد السنة سيمكن أن يظهر آيفون 15 فستنخفض أكيد في متقل آيفون 14 فسنأبدأ باستخدامه في هذه المنطقة المتأخرون في استخدام التكنولوجيا والشكومة 30% هم الآن مثلاً ظهر لدينا يوم آيفون 14 سيبدأ في استخدامه بعد 4-5 سنوات لما سينخفض سعره سينخفض تكلفته سيبدأ باستخدامه هذا المنحنى يسمى التوزع الطبيعي وهذا التوزع الطبيعي في أي شيء لمجال حياتك فإن حدث أن تكون على المتقدمين أو المتطورين أو المنتفعين فأنت في القسم الأول في التكنولوجيا إن حدث أن ترى أو تكون في اللاحقين لهذه الخدمة فأنت في القسم الثاني أو الغالب والقسم الثالث هو المتأخرين في استخدام التكنولوجيا سبباً عديد اقتصادية مالية خوف هناك ناس تخاف من التكنولوجيا أنا لا أدخل واتس أب في بيتي هذا كان كلام ببعض الناس ولكن بعد سنة سنتين ثلاثة أربعة استخدمه أنا لا أدخل الجوال إلى بيتي إنه حرام بعد ثلاثة أربعة سنوات صار إجبار العلم تذكره سابقا لما ظهرت التلفاز ظهرت عين الفتاة بتحرمه وتمنعه كما في الجوال وأصبح بعد ذلك مجبر أنت مجبر على استخدامه لعل الجوال لا ينزل من يدك أو يدي إذا أنت مجبر على استخدامه ولكن هذا الكلام يختلف باستخدامه الإمكانية الاقتصادية المالية قناعتك استخدامه يعني أنا حتى تكرار على الميتافيرس أنا لا أريد أن أستخدم الميتافيرس حتى أنا نفسيا لا أستخدمه ولكن أنا أغيري استخدمه وفي المتقدمين وهؤلاء فعليا هم من سيجنون الأموال الكبيرة في تطبيق التكنولوجيا قد نكون نحن أنا وأنتم في القسم الثاني أو القسم الثالث بناء على انتشار هذه التكنولوجيا إذن انتظر أيام الجاية هذه أيام قد تكون في خلال عشر سنوات لا أكثر وقد تكون ميتافيرس انتهت وظهر تكنولوجيا جيدة مكانها إذن هذه اعتماد تقنيات تكنولوجيا كان أحد أسفل تدعوك وإن أسستك التحول الرقمي أذرا ينارى الآن هذا التحول أو تسمى التحول في التكنولوجيا هذا التحول جدا هذا المخطط من أرواع المخطط الأعجابي ينارى مثلا أحد التحولات الرقمي لاحظوا من 1900 إلى 2010 فرضا عندك التليفون أخذت ما يقارب 100 عام في التحول لاحظوا معايا من 1900 إلى 2010 أخذ ما يقارب 110 سنوات في التحول ينارى الآن بعض الخدمات السريعة مثلا كالسمارتفون كم أخذ سنة؟ أقل من سنة أو سنتين ثلاثة الميكرويف 10 سنوات إذن التحولات الآن أكبر لكم المنحنة تكون جدا سريعة لاحظوا معي كانت سابقا تمتد إلى 10 سنوات يعني كانت تحولات تأخذ معايا في مجال الكهرباء في مجال الحواسب مثلا الكالر تليفجين أو التلفزيون كانت تأخذ معاك 150 سنة 40 سنة الراديو حتى الانترنت أخذ معاك 970 هذا الانترنت لاحظ معاي هذا وقت ليس بالانترنت هذا هو أخذ وقت كما يقارب الحد الآن 20-25 سنة التكنولوجيا الحديثة تأخذ معاك أقل من سنة ثنتين ثلاثة عشرة في التحول من الرقم يعني أنا حتى بعد حط شركة الآن الميتا بعض الجوالات القديمة التي أنت اشتريتها من 5-6 سنوات لم يعني بإمكانك تنزيل تس أب عليه أو فيسبوك عليه اعتبر قديما مع أنك اشتريتها في وقتها بأغلى الأسعار إذن من 5 سنوات هذا الجوال غير متاح يجب عليك شراء جوال جديد إذن لاحظ معي أن التكنولوجيا لم تأخذ لم تأخذ عشر سنوات كما هنا أو أنت أخذ معاك سنة سنتين ثلاثة وما تظهر تكنولوجيا جديدة هذا ما يدعوك إلى يسمى التحول الرقم في مجال التكنولوجيا إذن أنت بحاجة إلى يولوج سريعا في موضوع التحول الرقمي ودراسة موضوع التحول الرقمي وملاحقة التحول الرقمي وإذا أنت ستكون خارج التكنولوجيا تغيير القوى الخارجية في التحول الرقم لا صديق دائم لا عدو دائم وكل شيء يتغير بشكل دائم هذا الأمر يغير لديك القوى الخارجية والقوى التنافسية فأنت في لحظة بين عشرية ونضحها قد تكون أمورك المالية جيدة تجد نفسك الآن مضطرا إلى تغيير هذا الموضوع حتى الشركات كشركات أمازون أو أوبر أو غيرها في أيام أكبر شركة ربحت من أيام الكورونا هي شركة أمازون أو الشركات المعتمدة على التجارة الإلكترونية يؤسف أن العديد من الشاب ولا جوء إلى موضوع التجارة الإلكترونية وكانوا ولوش سريع بدون تخطيط فشلوا في هذا الموضوع إذن تحول الرقمين غير المدروس كذلك قد يصيب الإنسان بخيبة الأمل بالتفليط العزيمة إذن تغيير القوى الخارجي والقوى التنافسية وحطوك على صناعات جديدة معتمدة على الغيمة معتمدة على التجارة الإلكترونية الذكاء الصناعي إذن كذلك هذا القوى الخارجي التنافسية خلينا لنرى ما يسمى لدينا في ما يسمى لدينا بتحليل صوت ما هو تحليل صوت تحليل صوت هو دراسة اللاعبين المحليين ووضعي العالي والوضع الخارجي دراسة نقاط قوتي ونقاط ضعفي إذن هذا ما يتعلق بي وتدراسة الفرص الخارجية المتاحة والتهديدات الخارجية المتاحة إذن هذا التحليل معتمد بشكل كبير في مجال الشركات ندخلنا في التفاصيل أكثر ولكنه أي إنسان فينا لما يفتح شركة أو مؤسسة أو حتى دكان صغير يدرك مواقف القوة والضعفة التي فيه ويدرك الفرص التي سيجنيها والتهديدات التي سيحصل عليها فأنت بناء على هذا التحليل ستقرر هل أمضي قد من في التحول الرقمي في هذا المجال أو في مجال آخر يختلف معك مكان إلى آخر إذن الموضوع ليس بالسهولة التي نتخيلها فالعالم الرقمي الآن متاح للناس بكل بسطات افتح حاسبك ودخل على الإنترنت وانتهى الكلام ولكن كيف ستبقى في هذا المجال في هذا الخضم الواسع تثبت نفسك ذات شركتك الأتمة الأتمة هو التحول إلى استخدام الآلة يصادفها المكننة ولكن الأتمة هو التحول إلى استخدام الآلة بشكل كبير فهناك تحول الرقمي في مجال استخدام الآلات يواكبه ذلك كذلك خوف من عدم الوظائف أنا كإنسان أعمل على هذه الآلة سيأتي أتمة جهاز الكتروني يعمل مكاني فيجب أن تطور نفسك وذاتك حتى تكون مواقباً لهذا المكننة والأتمة كشركة أنا بحاجة للأتمة سرعة الإنتاج توفير المستخدمين توفير الأموال لأن أنا بدلاً من توظيف ألف موظف سأوظف مئتين موظف وأحضر الأتمة الآلات الذكية بشكل سريع الموظف أو الموظف سيضطر يأخذ إجازة أما هذه الآلة سترى بدون أخذ إجازة إن تعطلت هذه الآلة فأنا ممكن أن أصلحها أو أغيرها أما الموظف هو له عني حقوق وفق قوانين العمل في البلد إذن هذا جزء من أنواع الأتمة التي ستفرض عليك في الأيام القادمة لديك كالمشين كعمليات الإنتاج كالاختراعات كالبروكسيفة الإنتاجية وتطوير إنتاجك في مجال هذا العمل اتصال تسويقية لا يكفي أن تصنع أو تنتج أي مردود أنت بحاجة تسويقي الآن يلعب جزء كبير من هذا التسويق والفيسبوك والإستجرام والتيك توك والآخرين فأنا كيف سيكون عملي في مجال اتصال تسويقية هل أسأشعب بالراحة مع هذا التسويق أو لا هل هذا التسويق يدر علي إمكانية مالية أو لا إذن حتى التسويق الرقمي أنت بحاجة تسويق عملك تسويق منتجك تسويق نفسك حتى إن كنت كذلك يعني إن كنت تعمل مجال التدريس مجال العمل عندديك موهبة فأنت كذلك بحاجة تسويق نفسك بشكل أو بآخر وهو جزء التحول الرقمي إذن نقوم به أول جزء هو الإعلان Social Media Communication Sales Promotions Direct Marketing فأنت بحاجة إلى تسويق بطريقة كانت لعن أشهرها الآن عن طريق وشار السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي الإعلانات المدفوعة أو الإعلانات المجانية لأن تذهب إلى أحد المشاهيين وتدفع له مالا مقابل أن يعني عن محلك دكانك عملك أو تذهب إلى الفيسبوك الإنستغرام وتعالي عن ذلك وتدفع مالا مقابل ذلك هل أنا مجبور؟ نعم أنت مجبور في ذلك الأمر الاتصالات التسويقية المجانية لم تعد تجدي في مجتمع كبير فإن أحببت وأنا نست خبيرا في التسويق الاجتماعي في التسويق أو مجال التجارة فأنت بحاجة أن تكون لديك مال مدخر لموضوع التسويق حتى لا تكسد بضاعتك أو حتى تكسد أنت يعني أنا الكثير من الشباب لديهم خبرات مجال التعليم مجال التدريس مجال العمل الكتروني مجال العمل وأنت بحاجة لتتعريف الناس بنفسك لا تظن النافس تعريفك يجب أن تعرف عن نفسك وسائل تواصل اجتماعي لإعلانات العمل ثم بعد ذلك تثبت نفسك في سوق العمل ولكن أنت بحاجة دائما للوجود إلى سوق العمل والتعريف بنفسك في سوق العمل حتى تعريفك الناس ولعلنا الآن متاح لديناه من نصات وسائل التواصل الاجتماعي هيكلة النطاق والنمو والامتثال في عجالة هو عملية تغيير تركيب الشركة ونمو الشركة وإعادة بناء الشركة حتى يتواكب عملية تحول الرقم التي تتم عانا في هذه الشركة المصارف والصناعات المصرفية والتأمين والأمور المالية والقوانين وجزء من وضوع التحول الرقمي وهيكلة النطاق والنمو والامتثال في التحول الرقمي لاحظة من أسباب كثيرة جدا أن تتعني التحول الرقمي حتى لو مجال بيتي فأنا بحاجة استخدام التكنولوجيا الرقمية في مجال البيت الآن السؤال الصعب لماذا تكره بعض الشركات المؤسسات الدول الأهل التحول الرقمي سابقا كنت أخبرت أو والدك أو والدتك أني أريد أن أتحول رقميا أو أريد أن أشتري حاسبا جوالا سيرفض لديك ذلك ويقول لا 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 الآن أصبح الأمر مجبر خاصة أن كنت في الجامعة فأنت بحاجة استخدامه مجال محاضراتك مجال عملك مجال شغلك فأنت بحاجة التحول الرقمي إذن لماذا تكره بعض الشركات التحول الرقمي بعض النظمات أو القادة أو المدراء إن قلت فقط كم التحول الرقمي ارتجف خافا وكري هذا الموضوع أغلقه بسرعة قالت لا لا أنا إنس الموضوع هذا الموضوع لا يعنينا نحن في العالم الثالث نحن في الدولة فلانية ولسنا بحاجة للموضوع التحول الرقمي قد تكون الإمكانية المادية متاحة الخدمات متاحة ولكنه يرفض هذا الأمر لماذا؟ سؤيل أحد المدراء التنفيذيين لماذا ترفض التحول الرقمي انظر جوابه ليس لدي أي مشكلة مع هذه العبارة لكن يبدو أن هذه العبارة يجعل بعض القادة والمدراء تجعل بعض القادة والمدراء يفقدون صوابهم بعض الشيء وبعض الأحيان يغضبون لماذا؟ هو قال أن لا فقط لا أريد هذا الضجيج في الاجتماع هذا المدير هذا المسؤول هذا الشخص الذي لديه منصب يختلف من مكان إلى آخر لا يريد أي إزعاج هو متعود على الأوراق متعود على السكينة والهدوء فإن أحضرت له تحول رقمي وحواسيب وقوانين وتنظيمات والشركات والآخر فسيدخل في دوامه وفي غناء عنها يقول لك لا تحول رقمي لا أريده لأنه بالنسبة للأيدي يتعب يرهاق وتعود على النوم الهدوء على السكينة بلغ من عمر خمسين ستين سبعين سنة تقول له تحول رقمي سيرفضه هذا الكلام نسي في وطن العربية ولكن حتى على مستوى العالم إلا إذا تم الإجبار على ذلك إذن لماذا يكره سألته لماذا تكره تحول الرقمي إذن جزء منه الخمول الكسل أنا لا أريد الضجيج أنا أريد أن أعيش هادئا سألناه لماذا قال لدينا مشكلتين تحول ورقمي فكلمة رقمي تعني غموض بالنسبة للابعض الناس فتضشير إلى مجموعة من التقنيات غير متبلورة من المعتقلات حول كيفية عمل الناس في المستقبل يعني اذهب إلى إلى أحد المهن التي تستنقرض كاتب وقل له في العافل بعد سنتين ثلاثة هناك شات الجي تي وسيكون سريعا واسح المكان سيكره ويكره بالتحول الرقمي كله قل أنا بإمكان يتكلم في الجوجل ويكتب كل شيء حتى باللغة العربية بشكل سليم إذن ما دوروا الكاتب انتهى والكثير من المهن إذن هو اعتقاده أن هذا 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 الرقم أو هذا الرقمنة ستغير مكانه ستزيحه مجال العمل هو محق والرقمي لشخص واحد تعود على استخدام الورق وتصور ردد فعله قد يفكر شخص بسيط آخر في تحليلات البيانات والذكاء الصناعي والروبوتات والطائرات بدون طيار وووو والآخرين هو أيضا محق قد يفكر آخر في بعض المكاتب ذات المخطط المفتوح يعني هو متعود على غرفة وحده لزيز في غرفة وحده يغلق عليه الباب الآن في التحول الرقمي ما يخطر في باله هو مكتب مفتوح ليس هناك خصوصية في المكاتب ليس لديه غرفة مستقلة فإذن ضجيج عدم هدوء في موضوع المخطط المفتوح إذن كلمة الرقمية تسبب فوضى بسبب عدم وضوح المفهوم وهذا يسبب الكثير من الشاكل في المنظومات إذن يجب عندما نبدأ في موضوع التحول الرقمي يضاح معنا الرقمنة الرقمنة في مجال الشركات في مجال المعامل في مجال الحكمات الإكترونية تختلف من مكان إلى آخر حتى الرقمنة في مجال بيتك تختلف من مكان إلى آخر باستخدام هذه الرقمنة الرقمنة لدى مستخدم مثلا الحاسب نفسه إن كان مهندس يستخدم الحاسب بشكل غير الإنسان الذي يعمل في مجال الأدبي مثلا المهندس حتى مجال الهندسة سيستخدم مهندس الكهرباء في مجال سيستخدم مهندس المدني في مجال سيستخدم مهندس العمارة في مجال إذا اختلاف مجال الرقمنة الممصام ميليغرافيك سيستخدمها في مجال إذا أنت في مجال في موضوع يجب عليك إضافة مفهومة رقمنة للناس كله في مجال عملي ومجال اقتصاصي إذن قد يكون مشكلة ما يكون مختلفون داخل مؤسسة مثل تكنولوجيا معلومات التسويق المدير التنفيذي ومجلس الأعلى ويتسبب في معارك سياسية تتجاوز الوضوح اللغوي إذن نحن بحاجة أولا إلى تعريف مصطلح الرقم للمدراء أنا أتكلم عن الإخوة الآن الذين سيسيروا في موضوع التحول الرقم يعني عندما تقول تحول رقمي أرجوك إهدأ لا تكون مندفعا وأوضح مفهوم التحول الرقمي لمدرائك لعلهم لم يمسكوا حاسبا لم يعلموا بحاسب ما فهم معذورون يعني قبل عشرين سنة أو ثلاثين سنة كانوا مدراءا لهم صولتهم وجولتهم وآن يحسون أنفسهم غريبين في هذا العالم الرقمي هذا ما يحدث فعليا أنت غريب بعض المدراء أو عدم الخبراء في الحاسب يجدوا نفسه غريبا في هذا العالم تحول الرقم فإيجب عنك استيعابه بهدوء وإيضاحه بهدوء وبدأ معه بهدوء في موضوع التحول الرقمي المشكلة الثالثة بالتحول الرقمي هو كلمة التحول التحول صعبة كلمة صعبة فجزء من التحول الرقمي هو مشكلة بالكلمة نفسها إن تعودت عن فعل الخمول وأردت أن تحول إلى الرياضة هو صعب بالنسبة لك إن كنت أكل النهي وإن تحولت إلى الريجيم كذلك صعب إن كنت مجال العلمي وتحولت إلى مجال أدبي كذلك صعب والعكس صحيح فالتحول بحد ذاتك كلمة صعبة على الإنسان فما بالك بالتحول الرقمي من أوراق من عمل استغرقت فيه 30-40-50 سنة وتحول إلى أرقام بدون هذه الأشياء ستستغرب تفاجأ تنصدم وتقول لا لا أتحول وقد يكون جزء من كلامك ما عدت حق فيه دوصا في حال البنية التحليل المفافظة سألني أحدهم قال لي أنا مدير حسابات مالية تمام تفضلي فقال لي أنا لدي حسابات وميزانيات والآخرين إن خزنتها على السحابة أو خزنتها في الحاسب وحتى تدي أي مشكلة كيف سأتحقي سابقا كنت أفتح الخزانة أحضر المجلد أفتح أو مجلد أخذ الورقة منه وأثبت حقي في حال أسمح الله حدود أي مشكلة قانونية فأنا أفتح الورقة وأثبت حقي الآن أنت لديك كله مخزن على الشبكة ليس لديك أي ورقة أثبت بها حقي ما العمل جزء من كلامي صحيح فقط جزء واحد من مشاكل وجهتنا ففي هذه الحالة يدفعنا إلى موضوع ما يسمى مثلث الـ CIA الـ CIA هو مثلث أمن المعلومات والـ Confidential المفوقية والـ Integrity الصحة والـ Authority الإتاحة يعني يجب أن تكون ملفاتك التي أنت خزنتها على هذه الشبكة وعلى هذا المكان مفوقة متاحة لك متى أردت وسليمة لا أحد يلعب فيها والتالي فأنت تنام مرتاح أن ملفاتك المخزن على الشبكة متى ما أردت مدققة سليمة متاحة لك إن بادرك شك في واحد من هذه الثلاثة فستقف ضد التحول الرقم وتقول لا نتحول رقميا أنا أريد أن أحفظ حقي إن صارت أي مشكلة يتعرف علي أحد كلام سليم إذن أحمر بحاجة كما أستطلت سابق إلى سن القوانين التي تضمن موضوع التحول الرقمي والتعامل مع هذا التحول الرقمي بشكل موفوق سليم حتى أضمن أنا كشخص سأتحول رقميا حقي إن حدث لا أسمح الله مشكلة أضمن نفسي لأنه في جزء زاد التحول الرقمي لن يكون لديك أي ورقة كله مخزن على الشبكة أنت ستدخل البيانات وتحفظها فقط وإن تم أي إشكالية ستتم العودة إلى البيانات المخزنة حاسوبيا ويسم التحقيق فيها إذن فأنت يجب أن تضمن في داخل نفسك في قرارة نفسك أن هذا التحول الرقمي سيكون موفوقا بالنسبة لك وصحيحا بالنسبة لك ومتى ما أحببت في ممكنك الولوج إلى بياناتك المخزن حتى للقراءة فالطلاع عليها إذن إذا مشكلتنا في التحول الرقمي هو التحول التحول بحد ذاته كلمة صعبة المفهوم الرابع هو خطأ في مفهوم التحول تجد بعض المدراء يعني يقولك التحول الرقمي سأغلق الأوراق جميعا وأن تقلل الحاسوب لا لا التحول ليس بهذا الشكل التحول هو تحول تدريجي أو تحول متوازي يعني ستعمل الأوراق لفترة معينة وتدب استخدام الحاسب تدريجيا تخفض نصف الأوراق وتبدأ تماما بالحاسب ثم في مرحلة الأخيرة تلغير أوراق مهائيا بالتحول إلى الحاسب أو الرقمنة إذن مفهوم التحول عن بعض المدراء يعني أن أمسك الأوراق أحرقها وتحول إلى الحاسب لا يستطيع أن نفهوم بهذا الأمر يجب على الأخوة الذين يعملون في موضوع التحول الرقمي إضاح هذا الكلام للمدراء العامين قد يكون لديه خبرة في موضوع التحول الرقمي والموضوع مفروض عليه فرضا فيجب أن يكون عليه الموضوع بتبسيط الموضوع أنا أدرك أن التغيير صعب ولكن إن بدأنا تدريجيا وباندفاع تام فتستطيع نفسك في آخر الموضوع قد تحولت رقميا بعد فترة مدروسة مجدولة قد تأخذ أربع سنوات خمس سنوات تستطيع نفسك قد نهيت تماما من موضوع التحول الرقمي على مستوى شركتك على مستوى أسستك على مستوى زارتك ومستوى الدولة الآن عندنا لدينا أريد أن أجلسي سريعا ما هي الاتجاهات الرئيسية في التحول الرقمي أول اتجاه هو أن تمثل عملية تجارية هو التحول إلى برامج الحاسوبية استخدام جوالي كحاسب جميعنا الآن لم نعد نستخدم تريفوناتنا أو هواتفنا للهاتف أغلبنا يستخدم الهاتف للواتس أب للبيع للشراء للبورصة للدفع الفواتير لمعاملات البنكية لكثير من الأشياء إذن آخر شيء أن نعمل فيه مجال الحاسب أو مجال الهاتف هو مجال الهاتف نفسه الهاتفنا هو جوال في يدك الشيء الثاني أحبعي 77 من الشركات بشكل روتيني تستخدم مزيجة من التكامل بتطوير تطبيقات الأتمتة أو الأتمتة وأدوات الذكاء الصناعي في عملهم اليومي الحلول المستندة إلى السحابة أو ستخزن ملفاتك على السحابة سيكون عملك على السحابة شغلك على السحابة حتى الآن في الأوفيس الجديد وليس جديداً وفعلياً 365 كلهم تستند على السحابة تخزن ملفاتك على السحابة لتفتحه من أي مكان بناء على السحابة أنظمة التشغيل الآن كلها في السحابة لم تعود بحاجة أن تحمل نظام تشغيل معك تفتح السحابة تدخل على الحاسب على الموقع تحضر نظام التشغيل من الموقع وإنتهى الأمر إذن وأكثر كفاءة وفعالية من حيث التكليف تشغيل طبيقات الأعمال مثال 365 هو الأوفيس العمل الهجين كلنا لم يكن أغلبنا كلنا أنا أكاد أزعنا كلنا عملنا مجال عمل الهجين خاصة مجال موضوع الكورونا فعملت في بيتك عملت في عملك وكنت تنجز عملك في بيتك خاصة المكان في الإغلاقات الكاملة إذن عملنا في العمل الهجي وفي الدراسة الهجينة حتى كانت دراسة بشكل كامل أونلاين أو عن بعد إذن هذا تجاهة رئيس في التحول الرقمي الخدمات المصرفية الرقمية كما ترى أمامي أخي أو أختي الآن اعتماد على البرنامج الذي أنت تعمل فيه في بنكك تفتح بنكك تتفع فواتيرك عملياتك صرافتك كلها عن طريق خمط الصرفية الرقمية ضاع بطاقة الصرافية عن طريق البرنامج تقوم بطلاب واحدة جديدة وتلقى القديمة انتهى الأمر إذن هذا الأمر كله عن طريق خمط الصرفية الرقمية الموضوع هنا الآن سيدخل عليه الآن هو موضوع 5G وإنترنت الأشجاء 5G أو الأشجال الجديدة في الإنترنت تساعدك بشكل كبير على مجال تحول الرقم لماذا؟ لأن لديك بنية كبيرة مساعدة في العمل سأدعو هذه الفقرة الآن لاحقة لنمر علي بشكل تفصيل أكثر على موضوع 5G واستخدام 5G في أتمتا لاحظ معي 5G لديك سرعة لديك سيجنال إشارة كبيرة لديك بيانات كبيرة إنترنت سريع شبكة سريع تكنولوجيا إنترنت الأشياء ونقل سرعة نقل كبيرة نحن دمجنا بين شيئين بين سرعات وإنترنت الأشياء لديك كاميرا منتصنة بالآي بي لديك باب منتصن بالآي بي لديك حساس منتصن بالآي بي فأنت بحاجة إلى إنترنت سريع حتى تتحكم فيها كلها جميعا حتى ترى الفيديو بشكل واضح بالنسبة لديك جميعا التجاهد الرئيسي أيضا في التحول الرقمي في مجال التعليم في الواقع المعزز وهو واقع الافتراضي الفرق بينهما سريعا الواقع الافتراضي هو استخدام نظارات الـ VR على عينيك فترى آن افتراضيا جديدا ألعاب جديدة تكنولوجيا جديدا في هذا الواقع الافتراضي وأخذ حيزا كبيرا في الفترات الماضية توقع من ثلاث أبع سنوات الآن عندنا الواقع المعزز في الواقع المعزز أنت لست بحاجة إلى نظارات أنت تفتح البرنامج وترى أمامك هيكلا ترى أمامك جسما عزكم الله تلبس حذائك افتراضيا برجلك وترى ما قاسه ويناسبك أو لا تقف أمام المرآة تغيير ملابسك وترى هل هي مناسبة لك أو لا إذن هي مزيج من العالم الحقيقي والعالم الافتراضي والتفاعل في الوقت نفسه وتسجيل ثلاث الأبعاد ودقيق الأشياء الافتراضية والحقيقية يعني أنت ترى ممكن أن تترون على التطبيقات على الحاسوب ترى إنسان يتقلم معك في مجالة اللغة ترى إنسانا يتكلمك وتكلمه ولم يقف موجودا ولكن افتراضيا عن طريق هذا البرنامج موجود إذن قد ترى أمامك القلب ينبض قد ترى أمامك عمل الجهاز الهضمي من لحظة دخول الطعام أمامك إلى أزاكم الله خروجه من جسم الإنسان إذن هذا الواقع المعزز ترىه أمامك ترى اللقمة كيف تنزل ترى القلبك كيف ينبض ترى الجهاز البصر جهاز السمع كيف يعمل ترىه بعينك ترى النبضات الكهربائية بعينك لا يمكنك أن تلمسها ولكنها ترى أمامك إذن هو جسمك تحول الرقمي ويستخدم الآن كثيرا مجال الطب مجال التعليم مجال العمل الهندسي هذا الواقع المعزز الآن السؤال الذي يطرح نفسه هو حوار دورتنا وتأخرنا قيا عليكم سامحونا كيف تقود تقنيت الجيل الخامس التحول الرقم هذا هو السؤال الذي مضوع دورتنا أنا أتمنى أن أرضى هذا الفيديو عليكم دقيقة لو سمحتم هكذا أتوقف أفضل 5G will allow us to connect to many more things from wind turbines to salmon farms to driverless tractors and smart grids without the network slowing down or dropping out helping us make the Internet of Things a reality beyond the city and unlike 4G or 3G the entire 5G network can be software defined meaning operators can slice into multiple virtual networks and share these virtual networks with different communities or organizations creating new economic opportunities and making high speed connectivity accessible to everyone even in rural areas إذن هذا الفيديو له بشكل سريع إذن تكلمنا عنه هو جزء موضوع التحول الرقامي في الجهة الخامس دخول الكورونا حيز العمل وإصابتنا أغلبنا في الكورونا والإغلاقات يتمت في الكورونا دفعت المصنعين إلى احتمال على الاتصالات ولعل ظهور الكورونا مع ظهور الجيل الخامس في الأعوام الماضية كان أحد الأشياء المدعات أن الجيل الخامس وسبب ظهور الكورونا وقد تم نفيه كما تعلمون سابقاً من قلوزات الصحة العالمية ضد الصحة العالمية أنا أتكلم عن الكورونا أنا أدري أن أدرك أن هناك عديد من المخاوف في مجال 5G وتأثيرها على الصحة العامة والسرطانات والآخرين أدرك هذه المخاوف لكن لا أحد يلزم بصحتها أو عدم صحتها تحتاج إلى وقت أسف تحتاج إلى 10 إلى 15 سنة حتى ممكن تظهر هذه المخاوف في الوضع الحالي إذن التطورات التي ظهرت في مستوى العالم وجعل الهواتف المحمولة لاحظ معي أخي كانت الهواتف في عام 2000 738 مليون مشترك الآن كم الرقم في عام 2018 إلى 7858 مليون مشترك لاحظ تقريباً مئة ضعف أو ألف ضعف عائل الأفراد المستخدمين للإنترنت كان 4131 مليون مقابل 495 مليون نفس النسبة في الزيادة إذن تحول الرقم حتى مستوى العالم في مجال الإنترنت والتكنولوجيا الأرقام إذن شبكات الجيل الخامس مقارنة مع الأجال السابقة تميز بالسرعات الكبيرة بتقسيم الشبكة المستخدمة مع شبكات المحمول اتصال سريع يخلق عوالي 3.6 تريليون دولار من نتش اقتصادي يخلق 22.30 مليون وظيفة بحوله عام 2035 في سلسلة قيم العالمية ينتج عن ذلك صناعات اقتصادية بقيمة 13.2 مليون تريليون دولار إذن نحن ننظر إلى الجيل الخامس كجيل عادي اتصالات ولكن النظرة العالمية هي نظرة اقتصادية ماذا ستثري هذا وجود الجيل الخامس لعننا بملاحظتم في الفيديو إن كان لديكم خبرة للوضوع اللغة الإنجليزية أننا حولنا إلى بيئة اقتراضية virtual environment ربطنا فيها العالم جميعا أمكننا باستخدام التكنولوجيا العالمية أن نربط وننقل افتراضيا مكان إلى آخر هذا يسعز لدينا القيمة الاقتصادية خاصة في البلد وإن لم أكن أغلب الدول أو الدول التي بدأت في تحول الجيل الخامس هي الدول التي كانت تحاول أن تجذب الاقتصاد إيديها رؤوس الأموال إليها التكنولوجيا الاقتصادية إليها لعلها في مثال في دائس الدول في الوطن العربية دورة الإمارات أو القطر ثم أدس الدول بعد ذلك الدرجية ومخطئة في هذا الكلام إذا نحن بحاجة إلى تطوير الجيل الخامس قد يكون باب الدعاية ولكن في الأساس هو باب التحاول الرقمي لإكتساب رؤوس الأموال حتى يتم النهضة الاقتصادية الخاصة في البلد وإضافة عناصر الاقتصادية أساسية إلى هذا الاقتصاد البطن لمن لا يعلمون الاتصالات سنتتكلم ولو في عجال عن موضوع الأجيال ما المقصو بالجيل الأول والثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس في الجيل الأول والهواتف القديمة أو حتى الهاتف اللاسيركي كان موجودا في بيتك كانت تصالات صوت وهاتف في الجيل الثاني دعية بالجي اس ام كانت هناك الهاتف ظهر في التسعينات وظهر بعد ذلك موضوع الرسائل النصية في الاس ام اس في الجيل الثالث ظهر بداية العام الفين ظهرت شبكات الجيل الثالث 3G وبدأت السرعات أعلى تقريبا من السرعات القديمة وبدأ ظهور الانترنت البطيء الجيل الرابع بدأ في الالفين وعشرة واتطور على أثار سرعة نقل البيانات إذن لم نعود نحن بهاتف الهاتف بشكل كبير تم إلغاء الهاتف أو ما يسمى السيركت سويتشينج وتحولنا إلى اعتمد على الـ IP سويتشينج بدأت السرعات تصل إلى حوالي 130 ميجابيت في الثانية وتوسط إلى 225 ميجابيت في الثانية لاحظوا معي إخوتي 80 90 2000 2010 في 2020 كنا هنا نتكلم على 225 ميجابيت في الثانية نحن نتكلم على 1000 ميجابيت وسأكثر من ذلك 1000 ميجابيت يعني إن كان لديك فيلم كنت يحتاج تنزيلي إلى فيلم هو على CD CD وليكن على أسر أسف على DVD مثلا 5 جيجا 6 جيجا فأنت كنت تحتاج إلى 5 دقائق تنزيلي الآن تبقى حاجة إلى 5 ثواني تنزيلي تخيلت القصص صناعي CD 702 ميجابيت إن كنت تبقى حاجة إلى 7 دقائق و7 ثواني أنت هنا في الثانية تكون تهيت منه أنت تتكلم على سرعات كبيرة سرعات خيفة الإشارات الفيديو الدقة المنخفضة لم تعود موجودة الجيل الخامس أنت تتكلم على الدقائق العالية 4K 16K حتى في الهواتف والأعلى من ذلك يعني حتى الـ HD والـ Full HD سنتجاوزها ونطلع إلى السرعات الأعلى لأن الجيل الخامس يتيح لك البث بهذه السرعات العالية لاحلة تطورات 2.4 كيلو بيت إلى 64 كيلو بيت إلى 2 إلى 100 نحن الآن ننضي حتى لبعد الـ 1000 ننضي إلى 10 جيجا يعني حتى الـ DVD سيستغلق معك أزاء من الثاني تأخير قليل وسرعات عالية هذا هو التطور في الجيل الخامس وأبشركم الجيل السادس قريبا تتكلم وماذا بعد ذلك بعد ذلك لأنه بحاجة للسرعات سنتخلص تدريجية من الأجيال القديمة وسيكون احتمالنا فقط على الجيل الرابع والخامس والسادس الرابع حاليا حتى الرابع سيتم تجاوزه وانتقال إلى الخامس والسادس ومع ذلك هنا ممكن ترون هذا المخطط معي بشكل سريح الهاتف القديم اللي تكلمنا عنه ثم هذا الجوال الذي استخدمناه النوكيا ثم البلاك بيري اللي تذكره معي ثم هذا التابلت وأنا نتكلم عن الدرون والبث عن طريقة الدرون والبث السريع لنرى بشكل سريع مقارن بين الجيل الرابع والخامس ما الفرق بين الرابع والخامس أنا أسمعنا بينه وليس بيته لاحظ معي في الجيل الرابع تحميل الملفات 10 هنا تصل معك إلى 100 ميجا بيت في الثانية اللي تنسي التأخير هنا يصعدك إلى 10 ميلي سكند هنا 1 ميلي سكند التردوات هنا نتكلم على 1000 ميجا هيرتز هذا فقط قفزة من الجيل الرابع والخامس فما بالك بالسادسة الذي سيأتي لاحقا إذن تقنيات الجيل الخامس يعتمد على البنية التحتية المقدمة القيام بخدمات توصيل حلول وخدمات ثرية المستهلكية والصناعة بمجمع من القطاعات وتكلفة ميسورة وفرصة للانتقال من شبكات الواي فاي يعني أنا أعلم أن هناك بعض الدول لم يعد هناك موجود ADSL تم التحول إلى الأجيال الخريوي لأن الخدمات المتاحة في الخريوي أرقص من ADSL فتم إلغاء ADSL هذا كلام حقيقي في بعض الدول إذن من الشركات المسيطرة على الجيل الخامس في التحول الرقم ترى معي هنا أول شيء لك شركة هواو الصينية ثم جاءت شركة إليكسون ثم شركة أخرى اسمها هيلسيكون أو إليكسون صينية ثم نوكيا الفنلندية ثم كوالكو الأميركية وهذا فصل لدينا أو لنا جزء من الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين في مجال المنافس على الجيل الخامس المتوقع كان يصدر الجيل الخامس علميا في شهر عاشر أو الثامن 2020 الصين كانت سباقة في ذلك وأصدرته في العام 2018 هذين العامين كان حافزا للشركات وكان ضربة اقتصادية كبيرة لاحظوا معي كم شركة في مجال الجيل الخامس هذه الشركة الصينية هليكسون أو هسليكون شركة صينية زيتي أيضا من الشركات الصينية الكبيرة جدا العاملة في تركيا العاملة في بعض الدول كليبيا هواوية الأولى في الوطن العربي حتى في السعودية في الإمارات في الخليج كاملا في سوريا حتى لاحظوا هذه الشركة الأخرى الصينية لاحظوا كم شركة صينية واحد اثنان ثلاث أربع تطرأ سوق العمل ثم شركة واحدة فلندية هي الإيريكسون ثم سامسونج شركتان أمريكيتان ثم شركتان إذن المسيطرة على السوق هو بشكل عام هو صين وهذا يفسر الحرب الاقتصادية الشعواء في مجال التحول الرقمي في الصين لنرى إذا حربت عن تشاهد التطورات في مجال في الربع أول الثاني الثالث في كل في هذه الأعمام لاحظ ما يا أخي تطور هنا السريع كان فقط شركات اللي يجيل العدد الشركات أو المسيطرة تحولت 134 في الربع الثاني من عام 2018 لدى الظهور الجيل الخامس لاحظ الآن عندنا الشركات بدأت تحول بشكل أسرع وضاف لديها قيمة أسرع هذا في الربع الرابع إذن مزودي الخدمة ومتحولين في نفس الوقت بشكل يديك جزء سريع تطور سريع في استخدام التكنولوجيا لما يتم التحول السريع التحول يكلف يكلف مالا يكيف تغيير بنية تحتية بالتالي لاحظة مع التحولات هنا تبدأ تدريجيا حسب الأمور المالية والاقتصادية في الدولة والشركات وإمكانية دفع العملاء لهذه الخدمة يعني إن تحولت في دولة نمي يتمكن عملاءها من دفع قيمة هذه الخدمة ستجد أخيرا في هذا التحول مقارنة مع الدول التي الحالة المادية فهي طيبة فترى نتحول فيها سريع لقدرة المستخدمين على دفع قيمة هذه الخدمة لنرى انتشار الجيل الخامس الأزرق الغامق يشر إلى الشركات أو الشبكات التي تتم فعليا تحول الجيل الخامس الأزرق الفاتح وإستثمارات لاحظ معي إذا نتكزنا على الوطن العربي أغلب الدول الخليجي العربي تحولت تماما العراق على الطريق مصر استثمارات فيها تركيا استثمارات فيها في الجيل الخامس لم يتم التحول بشكل كامل في تركيا ليبيا تم التحول تم تطبيق التحول الخامس ولكن لم يتم انتهاء فعليا منها إذا بعض الدول تحول استثمارات بعض الدول تحولت كاملا بعض دول تحولت تطبيق في التحول الجزء الخامس الصين كهذه الروسي مثلا كذلك تم التطبيق بعض دول متأخرة في التحول الجزء الخامس لاحظ معي مثلا كاليمن مشاكل اقتصادية وامنية كسومار فرضا كجزء من أفريقيا الوسطى كبلاد من عام 2022 أتوقع في حلول العام القادم يكون تحول قد تم شكل أكبر في بعض الدول ما استخدمات الجزء الخامس بشكل سريع دعم ادخال والسلع والخدمات جديدة مع معدلات بيارات أعلى ووقت استجابة أقل الشيء آخر تحسين كفاءة الأعمال في إنتاج وتقديم السلع والخدمات وتمكين مجال المزيد من الابتكار وطويم منتجات جديدة سرعات الأعلى يسمح لك تخزين على السحابة تحسين البيك سد الفجر الإكترونية ستخز ملفاتك سرعاتك عملك كل عدات فأنت لم تحسين الذي بيدك مجال وصلت مع الغيمة والغيمة استولى ذلك الأمر تحسين نتائج الصحية واجتماعية فمثلا لدينا مريض قلب نضع لديه أشياء على قلبي حساس قلب مربوط مع الجيل الخامس ففي لا سبح الله في حال أي مشكلة يتم إعلامنا بذلك فرضا في التعليم والنفاذ التعليمي سورة نقل البيانات التعليم الحوسب الإلكترونية التواقع المعزز فلديك زيادة في التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية كذلك التجار الإلكترونية وزيادة في عدد المتاجر العامل مع التجار الإلكتروني تحزيز كفاءة استخدام الطاقة لاحظتم في فترة الماضية استخدام الـ Green Environment أو البيئة الخضراء أو إلى آخره حتى الآن الموضوع الذي يشغل حيث لبعض الشباب أو بعض الدول هو التحول للطاقة النظيفة طاقة الرياح وطاقة الكهربائية نحن بحاجة البعد عن طاقة النفط أدري أن ذلك سيشكل خسارة بعض الدول ولكن أغلب الدول الأوروبية وأنتم تتركونا ما يحدث الآن في النزاع الإكراني للروسي فشكل مشكلة الطاقة فعليا فبدأوا فعليا في التحول للطاقة النظيفة والتخلص من الطاقة القديمة فهذا يدعم لديك الاستخدام الطاقة والتخلص للطاقة القديمة بتغييرات اجتماعية قضايا الرأي العالم المتاحة أو الرأي العام المتاح تجدوا أن أغلبها يتم عن طريق اختلاف الدول ففي بعض البلاد تستخدم تويتر بعض البلاد تستخدم انستجرام بعض البلاد تستخدم فيسبوك فهذا سيشكل لدينا أيضا مضوع تعزيز لقضية الرأي العام التغييرات المتاحة الأخرى لعلكم تتركون ضوء بعض التطبيقات الجديدة التي تكن موجودة سابقا مثلا تطبيق التيك توك الآن يأخذ الحيز الأول في تطبيقات المتجر للمنزل عالميا مع أنه ظهوره حديث لما يتجاوز سنتين أو ثلاث سنوات ولكن إتاحة الشبكات الجديدة والتحديات والمباريات وجني الأموال باستخدام التطبيق جعلته حيزا للعمل حيزا للمنافسات حيزا الحصول على أموال اتفقنا اختلفنا هذا أمر يعود لكم ولكنه هو جزء من التغييرات الاجتماعية الموجه للشباب الذين يعرفون استخدام هذه التكنولوجيا وجني الأموال منها فن وثقافة جديدان سيديد لدينا مجموعة إنشاءة افتراضية مجموعة تأليف افتراضي عالم افتراضي أغاني افتراضية مشاركات افضراضية العالي جزءا منها وحضورا من هذه الدورة الافتراضية وتشرف الحضوري معكم إذن هو ثن وثقافة وعلم جديد يحتاج فهنا يدركون أن زوم يحتاج إلى إمترنت سريع جزء منه يعتمد على الجيل الخامس أو الجيل الرابع الآن في تقديم الخدمات ما هي الأثار الاقتصادية لنشر هذه التكنولوجيا أولا يتوقف التأثير الاقتصادي على كيفية التحول إلى تكنولوجيا الجيل الخامس هل هو تحول تدريجي هل هو سحول سريع هل هو استثمار كما رأينا في المخطط السابق هل هو تطبيق فاختلف بدنا باختلاف الدولة وإمكانياتها المالية يتوقف التأثير الاقتصادي على عدم العوامل مدى سرعة طرح شبكات الجيل الخامس مدى سرعة استخدام الجيل الخامس إذن هناك عاملان بعض الدول مجرد ظهور الجيل الخامس تم طرحه ولما يتحدث عن موضوع استخدام الجيل الخامس فأنت بحاجة إلى تغيير الهاتف الذي بيدك ليواقب الجيل الخامس أقرب الهواتف القديمة من أربع سنوات أو ثلاثة حتى سنتين وراضيتين لا تدعم الجيل الخامس فأنت بحاجة إلى تغيير هاتفك بهاتف من دعال الجيل الخامس إذا هذا سيئ ليك gloفكم مادياً في مستوى الأفراد في مستوى الدول في مستوى الشركات أنت بحاجة إلى تغيير البنية التحتية بحاجة إلى تغيير الشبكات كاملتي حتى إدعم الجيل الخامس فأنت بحاجة إلى ت acceptable في استعداد الشركات و الأسر لإستفادة من هذه التكنولوجيا الجديدة في الجيل الخامس لاحظ معي طولة الآثار الاقتصادي لأجراء اتصالات تدام الجيل الأول إلى الجيل الخامس الجيل الأول لم يكن هناك أي تطوير عن الاقتصاد مجرد كان كلمات ثم ظهر في الجيل الثاني الرسائل كان لديك رسائل ممكن يكون حتى تذكرون يكون نرسل رسائل الأعياد أو حتى للتلفزيونات كان هناك رسائل مشاركة في مسابقات أو التهنيئة عن مسابقات إلى آخرين ثم بدأ ذلك ظهر في الجيل الثالث الفيديو من وينترينج مراقبة الفيديو ريموت أكسز للماشين النفاذ البعيد على الأجهزة الكونديشن منويترينج للحالات في الجيل الرابع صالة دينا الوائلس شبكات الوائلس في الجيل الخامس عندي أول شيء هو اللوجستيك خدمات اللوجستية البعيدة الروبوتك الشبكات الستدوركد وائلس باك هول ريال تايم ديتا تحليل البيانات الحالي وما زلنا نحن الآن في طور أعداداتنا للجيل الخامس حتى يواقف هذه التغييرات الاقتصادية لا راح تركزوا معي لنتكلم على الاقتصاد باعتباره هو المحرك الأساسي لتغييرات في الدولة كذلك في الجيل الخامس يتم لدينا من يأخوة في الهندس الصناعية أو من يأخوة في مجال الصناعي تسريع اعتماد نماذج الصناعة الاندستري فور الاندستري فور معناها اعتماد المكنة والأتمة الكاملة بالتالي يؤدي إلى مكاسف الإنتاجية والقدرة التنافسية والتحسينات في الاستدامة في الجيل الخامس لاحظوا معي الأثار الاقتصادية إن كانت في مستوى الأتمة الصناعة الصحة حياة Life and Work العمل ثم Smart Cities المدن الذكية المدن الذكية هي المدن التي تعتمد على طبعا نتكلم على المستوى العالي في المستوى المنخفض رأيتم معي Big Data for Real Time Industrial Automation Telemedicine طبعا بعد يعني أن يقوم الطبيب في دولة بإجراء عملية لمريضين في دولة أخرى Contextual Continent والعديد من الخدمات حتى على المستوى المنخفض مستوى سيارتك على مستوى Remote Surgery gaming الألعاب الروبوتكس إذن آثاره اقتصادية قد تكون آثار على المنخفضة على المستوى المتوسط على المستوى العالي مستوى الدولة الآثار الأخرى الاقتصادية نفس الموضوع أنت وجوزناه المستوى الإنتاجية المستوى النقل المستوى الـ Conception استهلاكات حتى الآن لحظة الإنارة تخفض الإنارة تخفض انبعات الكربون في الاستهلاكات الخاصة بالطاقة آثار الإنتاجية خلال تغيير كفاءة إنتاج والتوزيع للسلع والخدمات الموجودة بالفعل خلال سهول وصول المعلومات ويتعلق بالتطاع الأعمال والرفاهية يعني الآن يكفي أن تفتح بعض الخدمات التلفزيونية من فوعة وتقدم الرفاهية الخاصة بك تشاهد مثلاً بعض Amazon Prime فترى الأقلية التلفزيونية الخاصة بهم مجاناً إذن دخلنا مجاناً رفاهية كفاءة السلع الخدمات الجديدة التي تستحل محل السلع القديمة السلع الرقمية الجديدة التي تستحل محل السلع القديمة التي موجودة سابقاً أثار السياسية تشكيل الرأي العام قضايا الرأي العام وتوادلها يعني يكفي أن تثير قضية في الرأي العام انظروا إلى فلان قتل فلان إلى آخر أو إلى قضية رأي عام أي قضية رأي عام تجد الانفعال والتفاعل معها السريع سواء كان على وصال التواصل اجتماعي أو على أرض الواقع إذن تشكيل رأي عام أغلب الدول لم تعود بحاجة لمراسلين صحفيين مراسلين الصحفيين متاحين أونلاين لديك كاميرا تفتح هذه الكاميرا بث مباشرة لنتهى الأمر إذن هو جزء منها وتشكيل رأي عام باستخدام شوكات الجيل الخامس آثار اجتماعية قدمت تعزيز هذه القيمة الاجتماعية من خلال 11 مجالاً رئيسياً توفق مع 11 أهداف التنمية مستدامة هي الصحة الرفاهية تعزيز البنية التحتية تتجيع التصنيع مستدام تعزيز الابتكار ثم تمكين المدن والمجتمعات المستدامة تعزيز العمل اللائق والنمو الاقتصادي لنرى الآثار اجتماعية الخاصة بموضوع عواد اجتماعية وصول أكبر إلى المعلومات زيادة فرصة التعلم تحسين جوش التعمى الطبي منازل الذكية مساعدة أكثر المتعلمين مثلا تعاون مع كبار السلم والأفراد والإعاقة لاحظت أنها توجود التكنولوجيا ساعدت الإخوة المصابين بإعاقات سمعية بصرية حتى لديها مثلا مشاكل في الإدراك الحسي العصبي العقلي هذه التكنولوجيا ساعدتهم تجاوز جزء منها وبعض منها في بعض الخدمات الخاصة فيها قدر على حد من ازدحام المروري وتحديد حركة المرور لدينا جوجل ماب قبل أن تخرج من بيتك تفتح وهاتفك ترى الازدحام الطريق ويقرر لك الجوجل ماب أي طريق أفضل وتسلكه إذن لدينا قدر على حد من الازدحام المروري وتحديد حركة المرور تحسيس الخصوصية والسلامة الشغل الشاغل لدينا الآن هو موضوع الخصوصية الدول تتكلع عن الخصوصية سواء في جوالك في بيتك في حساباتك في استهلاكك إلى آخرين إذن نحن الآن هذه أثار اجتماعية وهذا سيكون جزء من هذه الأفكار هي جزء من أشياء تطبيقية في الأعوام القادمة يعني أنا أتمنى من أخوات الذين سيتخل مجالة العمل أن يركزوا هذه الأشياء لأنها ستكون جزء من حيز العمل المتاح في الأعوام القادمة إن شاء الله مثل المدنة الذكية ومنازل الذكية والأماكن الذكية والوصول الخدمات والتحكم للوصول الأشياء هذه كلها ستكون لها مداخل عمل في الأيام القادمة أفعب تكنولوجيا على الدول النامية كما اتفقنا الدول النامية هناك بعض دول حتى أن تستخدم الجيل الثاني والثالث إن تحسنت الأوضاع فهي الجيل الرابع لأسباب عدة أسباب الأمنية أسباب السياسية أسباب الاقتصادية أسباب الحروب إلى آخر إذن تطبيق التكنولوجيا على تطبيق الأجيال السابق له بكفاءة لن يمكنك التحول بسرعة من الجيل الثالث إلى الجيل الخامس إلى الجيل المكلف مثاله هل يمكنها راد هذا الشعب أو أفراد الدولة شراء جوال جديد 700 أو 800 ألف دولار وهم يعانون أساسا من مشاكل اقتصادية طبعا لا فسيضطر الاعتماد على الأجيال القديمة ولن يكون بحاجة لهذه الخدمة الجديدة إذن يعتمد على تطبيق الدولة تطويرات في هذه الدولة واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في هذه الدولة على الرغم من خطأ الاقتراضي بأن الشيء الأساسي الذي يفرق اقتصاد متقدمة واتصاد نامية هو وصول إنترنت المواطنين ولكن هناك علاقة مترابطة واضحة فهناك الكثير من الإحصائية تدل أن ما زال هناك فجوة بين الدول المنتقدمة والدول النامية فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات لا يحظوا معي أغلب الدول الأوروبية فقط يعني تقريبا 7% منها متصمموا بالإنترنت حتى أن هناك بعض الدول الانترنت يعد زي مثل كهرباء مجانا كالنرويج هناك بعض الدول اللاحظة أن الدول القارس السمراء والأفريقية فقط 19% من الدولة هم متصمموا بالإنترنت هذا أكيد سيلعب حيزا في رادي الجيل الخامس والأشياء اللاحقة والتكنولوجيا اللاحقة في الجيل الخامس ما زال الدول النامية في حاجة إلى جهة بذن كبير في تطوير البنية التحتية سواء التكنولوجية بيانات المالية المؤسسية أخيرا البنية التحتية البشرية وهو الأساس بهذا كل التطوير إذا نحن بحاجة تطوير البنية التحتية البشرية الأساسية لأنها ستشكل التطوير الأساسي في العمل الشيء الآخر البنية تحتية المؤسسية تطوير القوانين والأنظمة الناظم العمل الجيل الخامس تطوير الجيل الخامس تعاني مع الضوء النامية من عيد من المعويقات مثل ارتفاع معدلات الفقر ارتفاع مذيونية بالإضافة لعادة قطعتها على اشتثمار في هذه التكنولوجيا في الوقت الحالي لأوضاعها المختلفة وفقا للتجرب في شبكات الإجار السابق عن جيل الخامس بأنه متوقع أولا أن يتم تطبيق تكنولوجيا جيل الخامس بالدول المتقدمة كما أشرح لكم سابقا في مخطط التحول التكنولوجي ثم بعدها بفترة زمانية تنتقل هذه التكنولوجيا الدول النامية ويمكن أن يتم ذلك عن طريق استثمارات الدول النامية نفسها أو من خلال استثمارات الأجنبي المباشرة المتدفقة من الدول المتقدمة أما الآن حاليا في السباق يتطبيق هذه التكنولوجيا بين الدول المتقدمة ومعضها البعض خاتمة بدأت بدأها الدول بالفعل في التطبيق التكنولوجي الخامس ومن المتوقع أن تحقق هذه التكنولوجيا ارتفاعاتي بمعدل ناتج الاقتصاد ومعدل التشغيل كما يتوقع أن يكون معدلاتها أو استثماراتها مباشرة وغير مباشرة كبيرة جدا بالطبع ستختلف الفائد الاقتصادية من دولة إلى دولة حسب سوق العمل وحسب تحسير البنية التحتية الاقتصادية الخاصة بها إذا ينبغي على صانع السياسات قبل تطبيق هذه التكنولوجيا أن يتم إجراء تقييم اقتصادي خاص بها للتعرف على الجدول الاقتجارية والأثر الاقتصادي للشبكات الجيل الخامس في نهاية هذا الكلام أنا أدري أن هناك بعض الأخوة يشكي يكون في الجيل الخامس وموضوع الأمراض والأوبئة التي تستخدمون جدا مع الجيل الخامس أكيد أنا معك ولكن أنت مجبر الاقتصاد يغلبك الاقتصادي غلبك لأنه هي مجرد هواجس غير مثبتة علميا تحتاج وقت هل الجيل الخامس سيكون مثل ميكر ويف سيسبب أمراضا هل سيسبب هل 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 هذه التساؤلات مشروعة ولكن في الوقت الحالي وفي عالمنا الحالي الاقتصاد والضغط الأساسي والمحرك الأساسي للدول فبالتالي وين ثبت ذلك ولكن سيسبب ذلك بعد العديد من التجارب والاختبارات قد تأخذ عشر سنوات هيكون الجيل الخامس قد انتهى وبدأ الجيل السادس والسابع وهلما جرب أشكر حضوركم معي وتشرفت بكم إن شاء الله اليوم وأعود الإخوة في الأكاديمي العربي الدول يعطيك ألف عافية دكتور ينزيك الخيار علي عافيك يا رب أهلا وسهلا أي أحد الحيب يسأل الدكتور يتفضل الدكتور معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أستاذ صحيب كيف أحبارك أستاذ صحيب؟ بحياك الله دكتور عبدالقالي طمننا عنا الحمد لله أستاذ صحيب أهلا وسهلا بكم أنا سؤال مشان الأبحاث حول الجيل السادس كيف إحنا من نربطها بالزكاء الصنعي أو الاستيناعي؟ هو الآن التركيز في الجيل السادس كاتصالات على سرعة العمل ثم بعد ذلك تحولنا إلى ربطها مع انترنت الأشياء صحيب يعني هم الآن في تركيزهم على زيادة السرعات وزيادة استخدام انترنت الأشياء من ثم يتم استخدام مجال الذكاء الصناعي الذي سيعد على الانترنت الأشياء هو الآن قد يكون الحيز الرابط بين الجيل السادس والذكاء الصناعي أنت تعلم أن الذكاء الصناعي هو استخدام الآلة بشكل سريع الآلة بحاجة إلى مدخلات سريعة فقد تكون هذه المدخلات مخزنة في الآلة أو قد يتم الحصول عليها بشكل لحظي من خلال بعض المواقع الانترنت أو من خلال البيك دات الموجد على الانترنت فهذا هو أحد المدخلات الذي يكون رابطها هو الانترنت والأشياء في الأسانات القادمة إن شاء الله إن شاء الله سؤال آخر لو سمحت بالنسبة للانترنت والأشياء حكيت حضرتك وأفضت فيها بس السكيوريتي هي أهم نقطة الشغل الشغل اللي أنت ضويت على هذه النقطة الخصوصية والأمن والسلامي لأنه هذه الخصوصية والأمن والسلامي تحتاج إلى خوارزنيات أداء أو عمليات الحسابية فيها مثل البيت كوين يعني جدا كبير فممكن تساعد هذه السرعة أو النقل النوعية من الجيل الخامس للجيل السادس بالخصوصية أو الأمن أو السلام أنت تعلم أن الخصوصية الآن يشاغل الدول كلها سواء من جوالك وهلما جرا فأنا أتوقع أن وجود الجيل السادس للسرعات حتى مجال زيادة السرعات العمل في مجال الحوسبة قد تزيد سرعات خوارزميات العمل يعني بدلاً ما تستخدم خوارزميات تشوير 256 ممكن تستخدم 512 أو تستخدم خوارزميات تشوير السريعة فأتوقع أن موضوع الانتقال من الجيل الخامس إلى السادس وما يليه والزيادة أيضاً في سرعات المعالجات قد تساعد موضوع الخصوصية لا أضمن خصوصية 100-100 أنت تعلم أنت مجرد دخولك إلى إنترنت فأنت معرض للانتهاك الخصوصية ليس هناك شيء مضمون 100-100 ولكن أغلب الشركات أو أغلب الشركات تحاول الحد من انتهاك الخصوصية مع الأسف إن لم تكن هي قد انتهاكتها يعني نحن نعلم أنه في الانترنت لا يوجد 100% ما مطلق يعني حتى الشركات نفسها قد تبيع بياناتنا لغيرنا وهذا في اتفاق الترخيص أنت ما تقوص موافق أو تضغط على زر موافق فأنت توافق على نقل خصوصياتك مهما كان حجب الشركات ولكن لا يوجد خصوصية 100% المتنة الأشياء يساعد في سرعة التحول الرقمي ولكنه كذلك مخيف يعني لا أخفك أنه مخيف يعني يكون بيتك ومنزلك وعملك كذلك مهددا من التهاك الخصوصي في أي لحظة من اللحظات فالتحول الرقم مفيد في التحول الصناعي والاقتصادي ولكنه كذلك يجب أن لا نقفل الموضوع الخصوصي لأنه شغل قد يكون شاغلا في أيام المقبلة تصمع زيادة السرعات وزيادة سهورة الوصول إلى بياراتك أو أجلسك في بيتك جزاك الله خيرا أهلا وسهلا تهت أسئلتك سلام عليكم دكتور أهلا وسهلا دكتور صحيحاتي دكتور سلام عليكم أهلا وسهلا الله يحفظك إن شاء الله بارك الله على هذا المحافظ القيبة والقيمة إزاك الله خيرا دكتور يعني تدي هذه التقنيات يعني الدول لها سياسات وخصوصيات يعني معنى هذا إذا العالم كله يعتمد على التقنيات والألكترونيات بشكل تبصيدي وكلي معنى هذا أنه لا يوجد هناك خصوصية لسياسات الدول مثلا في تصنيع الأسلحة مثلا في تركيب أمورها خاصة كذلك شون رح تصرف هذه الأنظمة السياسية خصوصا في الدول العربية على سبيل المثال أو لا حتى أمريكا وصين وكلها وروسيا والعالم كله يعني شون في هذه الحالة رح حصير الأمور أستاذنا أستاذ كريم أنت تعلم أن الخصوصية لان جزء كبير خاص مجال الدول هم يحاولون الحد من انتهاك الخصوصية علاء فيكسر وجود السرعات الكبيرة تساعد في عملية تقني البيانات السريع ولكن يعني أنا أحد الشباب زمنائنا ودخل إلى ألمانيا هذا الكلام ووصل إلى مرحلة التصنيع النهائي فقالوا لهم غير الألمان يكونوا خارجا والألمان يكونوا داخلا فأتوقع أن الأشخاص الذين يعملون في هذه التقنيات السريعة سيكونون مراقبين يعني لن يسمح باستخدام مثلا الهاتف أو الجوال أو الآخر سيكونوا مراقبين أمنيا يعني يحضروني قصة سريعة الآن أحد الأخوة العاملين أو أحد الأشخاص كانوا العاملين في شركة سامسونج دخل ابنه الصغير وصور صورة لأحد الجوالات قبل صدورها ووضعها على تويتر هذه الصورة سببت في خسارة الشركة وسببت في طرد الأب من العمل يعني هم يحاولون هذه الأشياء إخفائها تخبيئتها أو الحد من المعرفة من الأشخاص التي تستخدمونها فيها طبعا لا يوجد هناك إطلاقا حماية كاملة يعني كما تعلم هناك الدعاء بأن بعض اللقاحات التي تستطرت في بعض الدول قد تكون مسروقة بشكل أو بآخر من اللقاحات أخرى من الدول الأخرى نحن نتقلع مستوى اللقاحات التي حدثت في العام الماضي فما بالك بالصناعات العسكرية والصناعات الدوائية والصناعات الآن التي تدر أرباحاً اقتصادية يعني كما تعلم دكتور نحن الآن يوضع بحاجة إلى مال فالدول في منافسة كبيرة على السبق المالي من يسبق يأخذ يعني من يسبق أول يأخذ أولاً فأنا أتوقع بالنسبة للأشياء التي هي فيها سرية وخصوصية تكون مراقبة من طول الدول أو فيها مراقبة خصوصية بشكل أكثر يعني هذه الهواتف ستكون مراقبة أكيد حتى الأشخاص الذين يعملون في هذه المناصب سيكون عاديهم مراقبة أكثر يعني هذا أتوقع السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام وإنسان الله وبركاته أهلاً وسهلاً الله يحفظك ويسر أمرك ويشرح صدرك أسعدتنا الله يسعدك ويجعل جميع ما قدمته في موازين حسناتك إن شاء الله الله يسلمك شكراً جزيلاً وسهلاً محمد تحياتي سؤالي الله يحفظك فضل هل تقلل التقنية الجديدة هذه من الاعتماد على الأجهزة المملوكة للمستخدم وتزيد من الاعتماد على القدمات الصحابية القائمة على المشاركة أكيد هذا قوله واحد الأكيد يعني خلاص يعني ما عد نشترك في الانترنت ما عد نشترك هذا حتكون مشاعر لا أستاذ حمد أنت حتشترك في الانترنت أكيد ولكن مثلاً تخزن ملفاتك على جهازك تخزنها فوراً على السحابة أو على الغيمة فأنت لست بحاجة إلى أن تشتري مثلاً هارد أو ساعة كبيرة تخزن ملفاتك على الغيمة فأنت أنت الآن جهازك حتى توجه الحالي أن يكون جهازك متصلاً دائماً بالانترنت ليلة نهاراً ولكن ما تكلمت عنه اليوم هو السرعات العالية يعني أنت لا تخزن ملفك على جهازك تخزنه على السحابة مجرد ما تدخل على السحابة تجد ملفاتك موجودة مورك موجودة في أي مكان يعني إذا أحببت أن تسافر فرضاً من دولتك إلى دولة أخرى تصل إلى الدولة أخرى تدخل على أي حاسب تفتح السحابة تجد ملفاتك على السحابة إذا أنت لست بحاجة أنت حم معك كل شيء على السحابة كل شيء موجود الله يحفظك ويسر أمرك وأنا أدعي لكم وأمطار وإن شاء الله تكون دعوه مقبولة ويسر أمرك والله إسعدتنا هذه الليلة دمت للعلم والمعرفة شكراً جزيلاً من منطقة مكة المكرمة الله يحفظك شكراً جزيلاً شرفنا بوسى دعواتكم شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً سؤال آخر إخوتي من عنده سؤال فأنا جاهز نعود إخوة في الأكاديمية لو سمحتم تمام دكتور يعطيك ألف عام خير شكرا جزيلا لك وأخطيت أعطيك العافية شكرا جزيلا في أي سؤال أي حدا بحيب يسأل للدكتور يتفضل تمام دكتور ننهي أتفضل إختي نهي أنت من عندك عزاء الكرام أتعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم جميعا باسمكم جميعا وباسم الأكاديمية العربية الدولية نتقدم جزيلا الشكر والتقدير للمدرب الدكتور عبد القادر عمر اللور في هذه المحاضرة الرائعة ونتمنى له المزيد من التقدم والنجاح الدان الله يعطيك ألف عافية يورو يعطيك ألف عافية جميعا كانت محاضرة رائعة دكتور شكرا جزيلا السلام عليكم وعليكم سلام السلام عليكم السلام عليكم سلام عليكم شكرا